اولى الثانوي السلام عليكم ازاكم يا شباب عامل ايه يا ربطون الخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الذي يعلم بالقلم معلم النسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خيري معلم الناس الخيري محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي النصف الاول من الترم الاول خمس دروس في فيديو واحد مكدس مكثف به كل المعلومات بطريقة لذيذة وممتعة مش هتحس بالوقت ان شاء الله وهتطلع فاهم وحافظه وعارف كل الافكار باذن الله الكربوهيدرات الليبيدات البروتينات الاحماض النوية و الانزيمات بكل الافكار الممكنة ولكن محتاج منك شوية حاجات نتفع علي اول حاجة ان انت تبقى جد بلاش شغل اللى كاعه بلاش تدخل الفيديو وانت باعد عامله كده انا اسمع الجهر وطالما اسمعت الجهر يبقى ان شاء الله هفهم لا يا اخوي الجهر مش هيفتح دماغ يدخلك المعلومة الجهر يقول المعلومة وانت لازم تتلقفها لو مش هتتلقفها ما اسمعش الفيديو وما تذكرش يقعد بقى بجنب كده لكن انت جاي وفاتح الفيديو بقى انت عايز تذاكر يبقى بعد يزنك بقى اتعدل كده وانت عايز تسمعني ثانيا معاك ورقة وقلم او كشكول وقلم علشان تكتب المعلومات كلها طب يا دكتور هتاخد وقت كبير معاك حق ممكن تاخد وقت كبير ولو انها هتثبت المعلومة بس في معلومات حضرتك مكنش عارفها انت مذاكر قبل كده مفروض يعني حتى لو مش مذاكر اسمع الفيديو هيلم الدنيا معك بس لو في معلومة انت مكنش عارفها معلومة نسيتها معلومة جديدة او طريقة معينة في تربيط المعلومات بعضها ايه المشكلة ما تدون الحاجات ديت هتفيدك جدا رسمة حلوة كده لخاصة الدنيا ارسم الكلام ده ده الاتفاق الاول الاتفاق التاني ان هو شوية اتفاقات في بعض كده اولا لو انت مش تتوضي قوم جدد ضدوءك لو انت مزعل حد في البيت عيب عليك قوم صالحهم لو انت مفوت صلاة قوم صلي انت جاي تعمل ايه لمؤاخذة يعني توظف الاحياء انت مفوت صلاة قوم صلي الاول وتعال اكمل الفيديو مصلي كل حاجة مجد ضدوءك مش مزعل حد في البيت كل الناس كويسين وكل كويس جاهز معاك كشكولك وقلمك اشترك في القناة عشان حضرتك لما نكتشف ان 60% من سنة ولا سنوية اللي بيسمعونا على اليوتيوب مش مشتركين في القناة انتم بتهزروا هل انتم بتهزروا انفعش اشترك في القناة اعمل سبسكرايج وشاير الفيديو مع زمائل رابح حاجة لو انت مش عارف ان احنا عندنا مصر وبنتحل فيها كمية كبيرة جدا على الاجزاء بتاعت المنهج فاحب اقولك ان احنا عاملين دلوقتي عرض على كورس المراجعات النهائية من دلوقتي لحد الليل الامتحان بحل جزئي وكلي وشوامل على المنهج كاملا فهتلاقي لينك المنصة الموجود تحت هتضغط هتلاقي الكورس هتلاقي فيه طريقة ازاي تشترك على المنصة الموضوع بسيط خلص يعني وفيه كورس كمان عرض للترم كاملا من اول يوم في الترم الحاد اخر يوم بالمراجعات النهائية طبعا برضو بسعر رمزي لعل الناس تستفيد بالموضوع دوت وده يعني اقل من تكلفة المنصة اصلا فربنا وفقك يا شباب لو انتم جاهزين دلوقتي فاحنا هنقوم دلوقتي مع بعض على الصبورة وهتشوف فيديو قوي بس انت لازم ان تكون بنفس هذه القوة ويمكن اكتر ان شاء الله معاك الكشكول معاك القلم جاهز انا جاهزا كمان يلا بينا يلا بينا يلا بينا بسم الله جاهز يلا بينا بسم الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا بك علما يا رب العالمين احنا دلوقتي هنبدأ البداية المعتادة هناخد شوية وقت كده نحط الاساسيات ونفهم احنا في المنهج ونفهم الاحياء عموما بتتكلم عن ايه بعد كده ندخل في الموضوع بتاعنا بترتيب معين فهتلاقي ان فيه سكيمة واحدة ماشيين عليها في كل المواضيع بازن الله فهيا بنا نبدأ البداية المعتادة ان الجسم بتاع الكائن الحي اللي احنا جايين ندرسه ودايما بندرس الانسان والنبات وبنركز اكتر على الانسان وان كان برضو النبات مهم وهنحط اساسيات للنبات ان شاء الله ونبني عليها بس نحص الجاية لان المراضي ما فيهاش انسان ونبات اوي المهم ان الجسم بيتكون مجموعة من الاجهزة والاجهزة بتتكون من مجموعة من الاعضاء والاعضاء مجموعة من الانسجة والانسجة بتتكون من خلايا والخلايا من عضيات تمام؟ وبعد كده العضيات بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من ذرات الحقيقة ان الذرات دي بتاعت الكيميا ملناش دعوة بيها والجزيئات في منها كتير جزيئات كيميائية غير عضوية برضو احنا كبتور احياء ملاش دعوة بيها احنا عايزين الجزيئات بتاعتنا فهنشيل الجزيئات ديت ونركز على الجزيئات الحيوية التي تدخل في تكتورين اجسام الكائنات الحية العضوية التي لها علاقة باعضاء الكائنات الحية البيولوجية ما واحياء يعني بيولوجي فلما نقول حيوية ممكن نقول بيولوجية فدي الجزيئات اللي احنا جاين نتكلم عنها اللي هم عبارة عن اربع عنوين كربوهايدرات ليبيدات بروتينات ثم في النهاية احماض نوية اللي هم الدي ايه والار ايه الحقيقة ان في بعض المواد التانية زي العناصر المعدنية بس ديت مش جزئيات عضوية يعني جسمنا محتاج حديد محتاج كالسيوم محتاج فسفور محتاج سوبيوم محتاج جوتاسيوم ولكن دي مش عناصر معدنية او دي عناصر معدنية مش جزئيات عضوية فما نتكلمش عنها بالتفصيل هنا تمام طيب وبرضو في فيتامينات جسمنا محتاجها في منها مواد عضوية ومواد تانية غير عضوية برضو الجسم بيحتاجها بس برضو مش هندرسها هنا تدرسها ان شاء الله في الكلية ولكن ديت المواد الاساسية طيب مين اللي بينظم العمليات الحيوية بندون كلهم حاجة اسمها الانزيمات اللي بنسميها عوامل حفازة حيوية عارفين في سهم التفاعل وانت في اعدادي او حتى دلوقتي لما بتجي تكتب معادلة كميائية مش على سهم التفاعل بتحط عامل حفازة حديد بقى مانجنيز ماغنيسيوم ايا كان المادة دية بتصرع التفاعل بس المواد ديت ما ينفعش اندخلها جواء جسم النسان بكميات كبيرة فلازم ان يكون عندنا عوامل حفازة حيوية بيولوجية عضوية اللي هي الانزيمات انت تقصد ان احنا كده عندنا خمس مواد لا بصراحة لان الانزيمات دوت مش تابعة لاربعة دول واحنا عندنا اربع مواد كربوهايدرات لايبيدات بروتينات احماض نوية والانزيمات جزء من البروتينات يعني الانزيمات دوت مش العنوان الخامس الانزيمات هي نوع من انواع البروتينات ولكن لها وظيفة مميزة في تنظيم العاملات الحيوية منهم فهمت الدنيا طيب احنا كده تكلمنا عن الجزيئات طب بالنسبة للخلايا والعضيات والانسجة دولة ان شاء الله النص التاني من المنهج بتاع سنة اولة سنوي او الترم الاول وده الفيديو الجاية ان شاء الله هنخصص فيديو للحاجات دي مع بعضها طب بالنسبة للاجهزة والاعضاء دول منهج تانية وثالتة سنة وان شاء الله بداية اكتب ورايا كده العنوين جهاز هضمي جهاز دوري اللي هو القلب والاوعية الدموية والدم جهاز تنفسي جهاز اخراجي جهاز عصبي ده كده منهج تانية سنوي بعد كده هتلاقي حاجة اسمها جهاز هيكل والهيكل عظمي والحاجات اللي حواليه وجهاز عضلي ده اول باب في سنة اولى الدعامة والحركة الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي بعد كده حاجة اسمها جهاز غضض الصماء اللي هو الهرمونات يعني واظن انتخدت شوية عن الهرمونات في تلتة اعدادة الادرنالين مثلا الفيروكسين في الغضة الضرقية هنتكلم عنه في البروتينات ان شاء الله طيب فيه تاني الجهاز التناسلي عشان التكاثر الجهاز المناعي وفي الاخر فيه عنوان اسمه دي ايه وار ايه طب ما احنا قد نوم في سنة اولى الحياة حبيب انت هتاخد النهاردة ان شاء الله او منهجك في سنة اولى يعني بيعرفك عليهم انما هنا هتاخدهم بالتفصيل بالتفصيل المملك امان طيب دوت كده منهج ثلثة ثانوي فين منهج اولى ثانوي اهو ده الترم الاول الفيديو بتاع النهاردة الجزء ده كربوهدرات ليبدا بروتنات احماض نوية انزيمات والجزء التاني ان شاء الله اللي هينزل لك قريبا هتلاقي فيه العضيات والخلايا طبعا فيه عنوان اسمه مايكروسكوبات والنظرية الخلوية مايكروسكوبات بعد كده نتكلم عن الخلايا والعضيات اللي جواها ونتكلم عن النسجة النباتية والحيوانية ده كده الترم الاول الترم التاني في سنة اولى هتدرس عنوان اسمه الوراثة فكلم الراجل اللي اسمه مندل العالم اللي كان جايب شوية بسلة وعمال يزرعهم هو الراجل ده هنتكلم عنه بالتفصيل وبعد كده فيه عنوان تاني اسمه التصنيف اللي هو يجيب لك كل الكينات الحقيقة اللي على وجه الارض ويقعد يقسمها لك في ممالك ممالك البدائيات والطلاقعيات والفطوريات والنباتات والحيوانات ويقسمهم تقسيم ومحترمها عشان تعرف كل كائن فين الحقيقة ان الترم التاني برا الحكاية بتاعتنا يعني انت لو ركزت كده الاحياء كلها متربطة اهو 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 كده الحجل جزيئات الترم الاول لحد هنا تانية وتالتة كلهم في الحتة دي طب بالنسبة للترم التاني اللي جاي ده لا بصراحة احنا بنخرج كده نتعلم شوية حاجات ونرجع تاني للمصار بتاعنا فيمت الدنيا يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بمعلمتنا وزدنا بك علما طيب هنتكلم عن ايه دلوقتي هنتكلم عن شوية مصطلحات اساسية اول حاجة يعني ايه جزيئات عضوية وايه الفرق ما بينها والجزيئات الغير عضوية احنا عارفين ان الجزيئات العضوية هي التي تدخل فيه اجسام الكائنات الحية وبيحتوي على الكربون والهايدروجين معا كلمة معا مهمة لان لما يجي يقولك ايه طب ما فيه مادة اسمها CO2 ديت مادة غير عضوية ليه ما فيها كربون بس ما فيهاش هيدروجين لما يجي يقولك H2O هيقولك ما هو الا هيدروجين بس ما فيهاش كربون لما يجي يقولك HCL فيها HCL احنا يا ولد ده C ده C L يا ولد غلط برضو مادة غير عضوية HCL وعيدة حك عليك الدحكة دي HCL ديت C L مش C مش كربون دوت برضو مادة غير عضوية عندما لما تيجي مثلا لمادة اسمها C6 H12O6 ده مين ده ده الجلوكوز بالليه عليك كده ركز التركيب هنا بسيط ولا معقد بتبقى معقدة التركيب تمام وزيقات كبيرة الحجم كبيرة الحجم معقدة التركيب وخلي بالك انا جايب لك الجلوكوز اللي هو سكر بسيط وحادي وشايف مجعلس قدين ما بالك بقى السنائي والمتعدد والنشا والجلوكوز معقدة جدا انما لما تيجي هنا CO2 H2O HCL وحاجات كده بسيطة بتبقى بسيطة التركيب وكمان بتبقى صغيرة الحجم وفي حاجة بقى هل حضرتك تقدر تعيش على مية وسلم بسيطة تربون لا طبعا هموت مش هبدون طاقة يبقى منخفضت منخفضت الطاقة انما الناحية التانية عالية الطاقة يا سلام لو انت تقدر تفرغ معايا وتكتب الكلام اللي احنا بنقوله دوت في الصورة كويسة كده وتنزله زمايلك يستفيده على الجروب بتاع الفيسبوك وادخل هتلاقي فيه كوميونتي حلو هناك هتستفيد يعني وهتكون صدقات كويسة وتستمتع تمام؟ فالناس اللي بتعرف تكتب وعندها وقت ومذاكرة وكده اكتبوا غرايا كويس بيه خط كويس يعني بدل الشخبطة اللي أنا وشخبطة دي ماشي وبعدين ولا قابليني يعمل حاج يبقى ركز بس ان هنا لازمة لازمة đة إن هي دة الكلام بتبقى معقدة التركيب كبيرة الحاج عالية الطاقة الامثالة بتاعتها بس vogلا بأины مثال اللي هو كربوهادرات ليبيدات بروتينات احماض ناوية ومحدش بومين能 يقول ينزيمات بقى الا الانزيمات مع البروتينات تمام؟ انما هنا الامثالة بتاعتها زي الكسل 증ر كربون والميه والاملاح المعدنية زي الصوديوم والبوتاسيوم الكلور المغنيسيوم الكالسيوم دي هات كلها أملاح معدنية عبارة عن مواد غير عضوية ده أول حاجة بعد كده في حاجة اسمها مونو ميرات وبولي ميرات بس قبل ما نبدأ نفهم بس ايه مونو وبولي والحاجات دي في حاجات كده باللاتيني اسمها مونو باي أو باي وحاجة اسمها تراي حاجة اسمها بولي تمام مونو يعني أحادي ضاي أو باي يعني ثنائي تراي يعني ثلاثي بولي معناها متعدد ومير مير معناها قطعة تمام فلما نقول لك مونو مر فيها بتتخطف بقى مش هنقول مونو مير مونو مر يعني أحادي أحادي القطعة يعني حتة واحدة مونو مر أحادي تشبها بقى كده أحادي القطعة تمام يعني ايه يعني عامل كده مسا طيب لو أنا ما استكت نتنين مع بعض لا كده ما اسمه كده اسمه دايمر دايمر طيب ثلاثة طيب أكتر من ثلاثة بنسميه بولي مر بولي مر طيب أنا ممكن تكتبها لك كده من البداية مونو مر مفروض أصلا الكتابة الصحية تقاتها مونو مر تمام ويه بولي مر ويلا يا عامل المونو مر ده حاجة صغيرة والبولي مر ده حاجة كتير مسكة في بعضها يعني مونو مرات مسكة في بعضها بس أيوة مونو دي جات جنن ومير ديت وبولي مر لكن كده وضحت بولي مر وموني مر طيب في عملية اسمها عملية البالمرة لو أنا جبت دلوقتي موني مر وموني مر وموني مر وموني مر ومسكتهم مع بعض بقوا عاملين كده هوت كده هوت كده هوت كده عملوا بولي مر فانا حاولتهم من مونوميرات الى بولي مر دي عملية اسمها بالمرة ايه عملية تحول المونوميرات الى بولي مر عن طريق نزع الماء دي كلمة مهمة عايزين نتثبتها من دلوقتي انا بقولك احنا بلحط قسيات بعد كده هتلاقي كلام الاصلي سهل جدا الكلام ده اصلي اصلي طيب يعني ايه نزع الماء بقى الماء ديت لو انت فاكر الكلام اللي احنا قولها كده بقولك عامنا زي الخباصة اللي بتوقع بين الحبايب طول ما هي وقفة في النص بتفصل الناس عن بعضها طيب لو انت عايز تخلي الناس يرتبطوا ببعض شل الماء مما بينهم يعني دي الماء هي لو انت شلت الماء مما بينهم هيرجعه حبايب حد بقى يجبني الالم طيب رجعنا تلك فهمت الفكرة تعال بقى نشيل الماء بص يعمل حاجة لو انا دلوقتي معايا مثلا حمضة اميني بسرعة كده اهوت وانت عارف تركيب الحمضة اميني بيبقى عبارة عن زرة كربون وزرة كربون تكافؤها رباعي لابتوع الكيميا طيب زرة كربون دي هتماسكة في ايه ماسكة في زرة هيدروجين وهنا برضو زرة هيدروجين هنا ماسكة في مجموعة كاربوكسيل اللي هي C O O H فلما بتيجي ترتبها وليها 4 روابط ادي 2 مع O وو لها ربطين وبعد كده O H كده كل حاجة واخدر روابط IC 1 2 3 4 الاكسجين معاها 2 الاكسجين ديت معاها 2 الهيدروجين معاها 1 هنا N H2 برضو هتعملها كده هون لها مجموعة الامين وهنا في مجموعة متغيرة اسمها الكيل هنا برضو نفس الكلام الكل C O O H اللي هي الكاربوكسيل ومجموعة الامين اللي هي N H2 حلو اوي هل الاتنين دول يعرفها ارتبطوا ببعض؟ لا طب ليه ما يعرفوش ارتبطوا ببعض؟ تعالوا نشوف هؤلاء الارتباط دوات لازم ان يبقى فيه مساهمة لازم ان يبقى فيه تأيون لا يعني سواء بقى ربط تسهمية او ايونية المهم ان يبقى يكون واحد محتاجة تاني طب هل دي محتاجة حاجة؟ اسألها كده قولها هو انت تكافؤك ايه هتقولك النيتروجين ثلاثي عد كده واحد اثنين ثلاثة تكافؤها ثلاثي ومعها ثلاثة روابط مش محتاجة حاجة من حد طب دي يتعمل الكربونة تقولك انا معي واحد اثنين ثلاثة اربعة وانت تكافؤ رباعي مش محتاجة حاجة من حد فاحنا لازم نحوجهم لبعض هننزع منهوت هيدروجينة وننزع منهوت هيدروكسيلا فلما ننزع اله موجب والوه سالب ونجمعهم على بعض هيدونا اتش تو او يبقى انت نزعت المية تعالى نشوف نشوف الدنيا عاملة ازاي دلوقتي دلوقتي تبص لنيتروجينة تقول لها ايه تقول لك والله محتاجة ربطة تبص للكربونة تقول لك والله محتاجة ربطة فتلاقي الكربونة تبص لنيتروجينة تقول لها مش انت محتاجة ربطة وانا محتاجة ربطة ايه بقى فيقوم باهمة دين ايديهم لبعض وتتكون الرابطة اللي ما بينهم عن طريق نزع جزاء الماء يبقى العملية اللي احنا عملناها دي عملية بلمرة او عملية بناء يبقى بلمرة تساوي بناء تساوي نزع الماء او فقد الماء الناس اللي بتبترية لا يا سامحك ماشي يبقى البلمرة هي بناء او نزع الماء طب لو انت عايز تكسر عايز تعمل عملية هدم عايز تكسر ربط لما بينهم رجع المية اضافة المية لما تيجي تعمل اضافة مية هتقوم جاي واخد الهايدروجينا اللي هنا تحطها نهوت وتاخد اللي هنا تحطها نهوت كل واحدة رجعت مش محتاجة تانية المية رجعت ما بينهم ففصلتهم عن بعض انفصلوا الاثنين عن بعض مرة تانية يبقى عملية الهادم هي عملية اسمها تحلل مائي تساوي اضافة الماء افتكري عامل حاجة دي الخباصة اللي لما بتتحطي بتفرق ولما بتتشال بيتجمعوا ما بيقعوش من بعض حلو قوي يبقى دي عملية نزع الماء وعملية تجمع الماء يلا نحط يعني نعمل مثال عليها تاني او خلي المثال ده واضف معاده ما نجلش دولوقات لما نجي نتكلم عن السكرات السنائية ان شاء الله طيب في ايه تاني في حاجة اسمها الحصول على الطاقة مستعمل حل ايه هو دليلك للحصول على الطاقة في جسم الانسان تعال نقول مثال عادي وبعد كده نطبه او نسقطه على جسمها لو انا بكلمك دلوقتي انا معايا فلوس ونازل اصرف منها فهتقول لي والله انت لما بتجي تصرف بتصرف من الفكة يعني معاك جنهات فكة هتصرف منها تمام مش هتيجي مثلا رايح تشتري اتنين كيلو طماطم تونجي مطلع له ميت جنيه لا عادي انت ممكن دلوقتي تديره فكة وخلاص والله ممكن الميت جنيه تجيب اتنين كيلو طماطم بالعافية في الزمن اللي احنا في ده ما ظنش ان احنا نوصل لكده وربنا نستريعنا على الناس المهم ان انت هتصرف الفكة الاول دي الفكة يبقى اول حاجة هتستخدمها الفكة طيب بعد كده لو الفكة خلصت هجيب ميت جنيه افكها يبقى هنستخدم ورقة بميت جنيه وبعدين افكها طيب واصرف من ايه من الفكة يبقى من الاخر انت كده كده هتصرف الفكة مش هتصرف الميت جنيه مرة واحدة طيب لو انا الميات اللي معايا خلصت هروح اطلع رزمة بالف جنيه وافكها الاول لميات اصرف من الميات لا افكها برضو للفكة واصرف من الفكة يبقى هنا صرف الصرف بيحصل من الفكة ركز معاي طيب للاسف القلوفات اللي انا كنت محوشها حاطتها معايا في البيت مخزون سريع كده للحصول على الطاقة خلصت اروح اجيب منين من البنك او مبلاش بالبنك عشان ما حدش قوله ايه يعني هو حرام طبعا لو بنك رباوي مش موضوعنا المهم يعني اه يعني من تحت البلاغة الفلوس اللي انا كنت عايشها للوقت عوزة الفلوس اللي هو المصدر المؤجل للحصول على الطاقة اللي انا عمري ما هلجأ لها الا لما الفلوس اللي معاها تخلص فاروح دلوقتي اجيب اللي هو المصدر المؤجل او التحويشة التحويشة طيب للاسف انا دلوقتي التحويشة بتاعتي خلصت ما مش لاقي اي حاجة ساعتها للأسف الاسيف هتبدأ تبيع الممتلكات هتبدأ تبيع هدومك ممتلكات زي هدومك انت عملت دخلنا في تفاصيل فين فين الاحياء ركز يا ولا ما اصبر علي الفكة ديت يا جماعة هي الاتب اللي هو بنسميه عملة الطاقة في الخلية دوت المصدر اللي انت بتصرف منه بالفعل طيب الاتب دوت بيجي منين بيجي من حاجة اسمها الميتوكونديري طيب ما الميتوكونديري ده عارفها خدناها في الاخر الميتوكونديري بقى بتعمل ايه بيدخل لها جزء الجلوكوز بيحصل زائد الاكسوجين طبعاً بيحصل comple Coles تنفس عشان اكسوجين خلوى لانه بيحصل جوها عضي من عضياء الخلية هوائي لانه في موجود الاكسوجين ونسميها عملية اجسادة او نسميها عملية حر او نسميها عملية هدم او نسميها عملية تكسير المهم ان احنا هنكسر الجلوكوز والروابط اللي ما بينه فيطلع طاقة الطاقة دي هنحطها في جزيئات الاتي بي اللي هو عملة الطاقة في الخليل فكأن دوات 100 جنيه اللي احنا بنفكها بس بصراحة هو مش 100 جنيه هو بيتفكل 38 اي تي بي زي ما نعرف في سنة تانية ان شاء الله المهم طيب الجلوكوز خلص ساعتها بروح اجيب جلايكوجين منين يا عم الحاج ده بيبقى مخزن في الكبد والعضلات افك الجلايكوجين الى جلوكوز والجلوكوز يروح للميتو كوندريا فالميتو كوندريا تعمل عملية تنفس خلوي حرق هدم كثرة تكسير واتطلع 38 اي تي بي فالجسم يصرف منهم للأسف انا ولا عندي فلوس فكال اي تي بي خلص وخلصت الجلوكوز لان انا مش واكل صايم او جعان او في مجاع ايا كان ويعاني الجلوكوز لان كنت مخزنه في الكبد والعضلات عشان اجيب منهم الرزا من الالفات اللي انا حطتها في المكتب ديت والحاج عشان اصرف منها خلصت يا كمان يا نهربية ده انا كده لازم انا راح اجيب من تحت البلاطة من الدهون التحويشة ديت يا جماعة بنسميها المصدر المؤجل للحصول على الطاقة اللي هو الدهون بنسميه المصدر ايه المؤجل للحصول على الطاقة اللي انا عمري ما كنت هل جاء له مأجله لحد ما اصرف المعايد طيب الدهون خلصت يوم والتاني والتالت والعاشر وعمل اخلص الدهون وما فيش مصدر اكل ما فيش مصدر دخل يعوضني ويعمل رينيورشمنت او ينعش الحصيلة بتاعتي طب اعمل ايه لازم تبيع الممتلكات هو جسمك بيتكون من ايه من بروتينات يا نهربية هاكل في جسمي ايوا هتاكل في نفسك مش المعنى اللي هو انك بتاكل في نفسك حرفية جسمك بيكسر عضلاتك وبيكسر المحتوى بتاعت الجسم عشان يعيش عشان يفضل عايش فدي مصيبة عارفين حتى الناس اللي في المجاعات يقولك ايه ده جلد على عظم هو مش المفروض جلد على عضلاء على شحم المفروض يا جماعة احنا عبارة عن جلد على شحم على لحم على عظم الجلد عارفينه الشحم اللي هو الدهون طبقه الدهون اللي تحت الجلد واللحم عارفينه اللي هو العضلات والعظم عارفينه طيب انت دلوقتي لما تبقى جلد على عظم معنى كده انت خلصت الشحم اللي هو الدهون وخلصت اللحم اللي هي البروتينات ده كده مجاعة شديدة جدا الله عليك يا حبيبة ولديك كده الدنيا تفاقبت تمام؟ بادية مصادر الحصول على الطاقة او خلي بالك كل دوت في الاخر لازم ان يتحول الى اي تي بي لان ديات العملة اللي انت بتصرف منها جميل جدا طب ايه هو ال اي تي بي اصلا حاجة اسمها ادينوزين ترايفوسفات في حاجة كدهو اسمها ادينوزين الادينوزين دوت اقول هلك مرة وانساء ده عبارة عن قاعدة ادينين اللي هي في الدين ايه زائد سكر خماسي اسمه رايبوز اللي تنم مع بعضها من حاجة اسمها ادينوزين الادينوزين دوت بقى بيمسك في ثلاث مجموعات فوسفات مش احنا قلنا ثلاثي معناها تراي فاكر مولو باي او ضاي او تراي وبولي فدوت هنسميه ادينوزين تراي فوسفات ادينوزين ثلاثي الفوسفات انا عايز حد شاطر يقول لي ما معنى هذه الكلمة اي دي بي ادينوزين ضاي فوسفات انا عايز حد شاطر يقول لي ما معنى اي ام بي ادينوزين مونوفوسفات انا عايز حد شاطر انا هكتب المعادلة والحد الشاطر دوت بس يركز كده ويستطعمها معايا انا هحط اي دي بي زائد بي زائد طاقة فهيبقى حاجة اسمها اي تي بي واكتب هنا على السهم ده تخزين واعمل سهم يا راجع كده هو واكتب عليه تحرير انا عايز بس حد يبص كده ويستطعم المعادلة والله العظيم معادلة لزيزة جدا انت بس ما جربتش طعمها تعالك انا استطعمها بعض اي دي بي اللي هو ادينوزين ثلاثي الفوسفات معايا اتنين فوسفات و جايبين لوحدة فوسفاتة كده و جايبين شوي الطاقة و جايبين شوي الطاقة خدنا الطاقة دي حطناها في النص حطناها في الربطة اللي هنا فقمنا جايين عميني الربطة حطيني الطاقة ده ايه في الربطة لما بينهم وقفلنا عليهم فبقى اتعمل كده هو اي تي بي اللو ادينوزين تراي فوسفات ماسك فيه ثلاث مجموعات فوسفات والطاقة متخزنة في الربطة دي طب لو انا عايز احرر الطاقة هنكسر الربطة فالطاقة تتحرر وكنا بنعملها بطريقة شيء جدا سنية واحدة كده هوري هذا كنت بقولك هنفترض ان دوت الادب اللي هو سناء الفوسفات ودوت البي اللي هو الفوسفات ومعانا شوية طاقة طايرين في الهواء اظن انت شايفهم دلوقتي الناس اللي شافت الفيديو هجبوا فهمين اصلي دوت شوية طاقة طايرين في الهواء دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه عايزين نجيب الطاقة ديت اهي الطاقة طايرة في الهواء وادي البي وادي الاتي بي الادب السنائي هبة 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 هناخد الطاقة خبستنها جوة هنا دوت عبارة عن ألم سعره دلوقتي زد 30-40 جنيه ليه عشان فيه طاقة ده مش ألم عادي دوت عبارة عن اتي بي آدي البي آدي الادب والطاقة متخزنة هنا طب لو احنا عايزين نحرر الطاقة هنكسر الربطة بص كده تخيل دوت اي تي بي كسرنا الربطة فبقيت البي الواحدة ال اي تي بي الواحدة والطاقة تحررت كده تمام طيب وبعدين ولا قابلين يعمل حاج ما كنت هكتب داع الصبورة ومد الدنيا يبده هاي في القلم التاني اهو كنا عايزين نتكلم عن اي بقى اه في عنوان كده اسمه كربوهايدرات لايبيدات بروتينات احمد نوي بصي عامل حاج احنا عندنا العنوان الاول كربوهايدرات لايبيدات بروتينات احماض نوية اللي هما الدي ان اي والار ان اي طيب هنتكلم عنهم كلهم في خمس عنوان العنوان رقم واحد حاجة اسمها التعريف ابشر يا طايمور لان التعريف ثابت فيهم كلهم مع ده كلمات تضغي تعال نقول اولا قولك الباقيين الاول التعريف رقم اتنين حاجة اسمها التركيب الكيميائي وده سهل ان شاء الله رقم ثلاثة التصنيف وده اهم واحد وبرضو سهل اما بقى رقم اربعة فهو الاهمية وده سهل جدا 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 اما رقم خمسة بقى فهو حاجة اسمها الكشف وده هات اسهل ما يكون يعني كلهم سهلين ايوة اهم انت تتكلم ايوة سهل ولو سهل ولو صعب نسهلو باذن الله طيب ايه هو بقى التعريف الثابت فيهم كلهم بسم الله الرحمن الرحيم كلها هي جزيئات ها عضوية ولا مش عضوية عضوية بيولوجية ولا حيوية اما الاتنين بقى افصل معنا هي جزيئات بايولوجية عشان نبني ان احنا مثقفين ونكلم بالانجليزي مش عارف ايه علاقة الثقافة بالكلم بالانجليزي بس اشطه هي جزيئات بايولوجية كبيرة الحجم بالمسوة يا جماعة طالما انت عربي مسلم عربي عموما وسواء بقى انت مسلم او ديانتك مسيح مثلا فانت عربي في الاول في الاخر وتعتز بالعروب بتاعتك ولو انت مسلم فالاعتزاد بتاعك يزداد لغة القرآن لغة اهل الجنة تمام فثقافتك لما تبقى بتتكلم باللغة العربية اقوى بكتير جدا من الناس اللي هم المسهوكين اللي بتكلموا بالانجليزي تعلم الانجليزي ويعرف انجليزي كويس وتكلم بيه وكل حاجة في وقته انما في العادي ما تحسسنش انت واحد نايتي تحسنش انت مولود حواري لندن وحواري نيويورك انت من البراجين يسطه صلى عمنا بكده في ايه المهم هي جزيئات بيولوجية كبيرة الحجم بنطلق عليها بوليميرات بوليمرز بوليميرات ما هي اصلا الكلمة انجليزية تتكون من وحدات اصغر منها تسمى مونوميرات ماشي المونوميرات ده هي بقى تسمى مؤط المؤط دي بقى تختلف من هنا الهنا 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 بتختلف بقى تسمى في الكربوهيدرات نعم نكتبها بلون تاني عشان نبقى نشيك كده تسمى سكريات احادية اما في الليبيدات تسمى احماض دهنية البروتينات تسمى احماض امينية اما في الدين نيول ارني تسمى نيوكليوتي دات ماشي يا عمي انت تقصد ان هو بوليمير كبير بيتكون من وحدات صغيرة اصغر منه اسمها مونوميرات فالمونومير دهات لو سكر احدى وسكر احدى وسكر احدى وسكر احدى هيعمل كربوهيدرات لو حمض دهني وحمض دهني وحمض دهني وحمض دهني مع كحولات يعني معلش شي خلينا اضيف هنا زائد كحولات اللي هو ما بينقصين يعني اشهر واحد فيهم الجليستروي اكتر واحد بنستخدمه ساعتها تعمل دهون او ليبيدات يعني ليبيدات اشمل لو احماض امينية مسكة مع بعضها تعمل بروتينات لو نيوكليوتي دات مسكة مع بعضها تعمل احماض نوية اللي هو ما تديه ان ايه والار ان ايه جميل جدا هو بالمناسبة في حاجة جات في بالي كده تسمى احماض دهنية احماض ديت تعرب ايه تسمى هي هي كده مبنية للمجهول صح فهي ديت ضمين وصولة تقدروه هي اه في محل رفع نائب فاعل واحماض ديت ايه مفعلون بيه منصوب دهنية دي صفة بق نعت حلو صح ولا انا قلت ايه غلط لو حد لو حد شايف ان انا اعربت صح يقول لي صح لو انا غلط اقول لي تحت تمام يلا ندخل على التركيب الكيميائي بسم الله الرحمن الرحيم نخلص منه هو كمان بسرعة خلنا نختار لون تاني معنا الوان جميلة جدا فيه لون لبني مثلا ماشي الكاربوهايدرات ديت لو بنكلم عن السكرات الاحدية فهتلاقيها بتتكون من ثلاث حاجات سي اتش او تمام بس بنسب حط كده هو سي واحد اتش اتنين او واحد سي وان اتش تو او وان الكل باي ان حيث ان حيث ان هي عدد زرات الكربون هي عدد زرات الكربن يعني ان يعمل حاجةabytes يعني مثلا لو انا قلت لك عدد زرات الكربون بيتراوح من تلاته لسته فهتقلي والله ممكن أن عوض عن إنب 3 فهتبقى السي three by three ثلاثة اتش ثلاثة اتش ثلاثة اتش إتش ستة اتش ثلاثة اتش ثلاثة اتش لا تتلاتة أما لو عاضنا عنها Depois of all six كيكون 4ouds elia Laudss أما لو عاضنا عن السي خمسة تاة خمسة تاة ha ودينا حاجة اسمها Sy 6 H12 و Door Fool وديه مثل متير الك穢 Vancouver ديه الصيغة العامة بتاعت السكريات الوحادية لما ديجي تتكلم عن الأحماض الضونية فنا نرسم لك رسمة وكده كده هنتكلم عنها كمان شوية ده الجيلسرول همفترض من ده الجيلسرول وطالع منه تلاتة هيدروكسيلي بدوت عبارة عن جيلسرول اللي بنقول عليه كحول ثلاثي الهايدروكسيل وإحنا كنا شرحنا التفصيل بتاعه هناك بس مش عليك بصراحة تبقى تعرف في الكيميا العضوية التلاتة ده هم تنفترض من هم دول التلاتة هيدروكسيل فعنده تلات دراعات يقدر يمسك في تلات أحماض ضهنية فقادي حمض ضهني ودي حمض ضهني ودي حمض ضهني تمام الأحماض الضهنية ديه ممكن تبقى مشبعة فتعمل دهون أو غير مشبعة فتعمل زيوت حلو هنقعد برضو نبقى نتكلم عنه كمان شوية في التصنيف طيب بالنسبة للأحماض الأمينية هيبقى عيب قوي لإن احنا تتكلمنا عنها أصلا فاول الحصة لو لتلك معك ضرر كربون فهي رباعية التكافؤ هنا ه هنا سي او 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 اتش وكنا ننفسمك دهو سيدة بالبندو او 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 اتش اللي هي مجموعة الكاربوكسيل ونهوات مجموعة الألقيل المتغيرة لأن دي ثابتة وده ثابتة وده ثابتة وده ثابتة مجموعة الأمين الثابتة اللي هي النه تو وديت الوحيدة المتغيرة يبقى احنا كده شرحنا التركيب الكيميائي بتاع الأحماض الأمينية أما بالنسبة للتركيب الكيميائي بتاع النيوكليوتي دات فهي بتتكون من ثلاث أجزاء أما على الجزء اللي في النصد هوت عبارة عن سكر خماسي سكر خماسي تمام اسمه حاجة من اثنين يائما اسمه رايبوز يائما اسمه دي اكسي رايبوز الريبوز لو انت فاكر كنت قلت لك انهو ده اللي هو سكر خماسي طالما سكر خماسي يلا نحط القاعدة بتاعتنا سي خمسة اتش عشرة او خمسة افهمك يعني يبقى دي اكسي رايبوز دي معنى عكس انكريز يعني يزداد دي دكريز يعني ينقص تمام وأكسي يعني اكسوجين يعني هننقص اكسوجينة من الريبوز طب سواني كده مش الريبوز سي خمسة اتش عشرة هنخليها او أربعة ننزع اكسوجينة دي اكسي دكريز اكسوجين وبعد كده هتلاقي ان هنا الكربون رقم واحد وان هو الكربون رقم خمسة مش هما خمسة دي بتبقى زرط اكسوجين دي سي واحد ودية سي اثنين سي ثلاثة سي اربعة سي خمسة هو كان دلوقتي السكر تمام السكر هو عنده دراعين الدراع ده هو سي واحد ماسك فيه حاجة وهنا الدراع التاني ماسك فيه حاجة تانية افتكر الرسمة دي السكر اللي قدامك هوات مش هتنساها دي طبيعي واقعية جدا سكر ريبوز ماسك فيه حاجتين ماسك فيه حاجتين دراعه اللي هو السي واحد ماسك في حاجة اسمها قاعدة نيتروجينية والسي خمسة ده هيت ماسك في حاجة اسمها مجموعة فوسفات محترمة ليه محترمة لانها ثابتة سواء في الدي ان اي او في الار ان اي ثابتة دوت يعني نص محترم يعني بيختلف اختلاف كده بسيط اللي هو اكسوجينة فرقة يعني اه فرقة الار ريبوز ار ان اي والدي اكسي ريبوز دي ان اي اما القاعدة النيتروجينية اجارك الله قمة قلة الادابل للدني ليه بقى؟ لان منها خمس انواع في حاجة اسمها ادينين جوانين سيتوزين ثايمين يوراسيل تاني ادينين جوانين سيتوزين ثايمين يوراسيل انا ليه عملت الفاصل اللي تحت دوت لان الادينين والجوانين والسيتوزين موجودين في الدي ان اي والار ان اي دي ار او دي ان اي وار ان اي دي ان اي وار ان اي اما الثايمين موجود في الدي ان اي فقط واليوراسيل موجود في الار ان اي فقط يعني لو بسأل عن القواعد النيتروجينية الموجودة في الدي ان اي 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 ا طيب كان فيه ألشة كده قلناها كذا مرة بس يعني لو حد ما بسمعهاش قبل كده فاسمعها دلوقتي يعني كان فيه ألشة رخمة جدا بيقولك ايه اي هوب اي وزر ار اني اي يعني اتمنى لو كنت ار اني اي فتقوله اي ليه يعني كنت عايزة تبقى ار اني اي بيبقى شريط مفرد يعني سنجل اما الدين ايه صحيح دونت هافيو ما عندوش يو او داسنت هافيو بس ما بس مزدود ضبل تمام فردت في قواعده النيتروجينية اتلته تمام يبقى ثاني ثاني دوت التركيب بتاع كل حاجة تعالوا نراجع عليهم بسرعة التعريف يالله قول معايا هي جزيئات بيولوجية كبيرة الحجم بولي ميرات تتكون من وحدات اصغر منها مونو ميرات تسمى على حسب لو كاربوهايدرات سكريات احدية لو لايبيدات احماض ضهنية وجليسترول او كحولات ولو بروتينات احماض امنية لو احماض نوية اللي هو مدينة واللورنية يبقى نيوكليوتي دات بعد كده دخلنا في التركيب الكيميائي لو بنتكلم عن السكريات الاحدية فالصيغة بتاعتها سي اتش تو او الكل باي ان حيث ان عدد الزراط الكربون اللي بتراوح من ثلاثة لستة فاذا كانت ثلاثة سي ثلاثة اتش ستة وثلاثة لو كانت خمسة سي خمسة اتش عشر او خمسة وده رايبوز اما لو قالك دي اوكس رايبوز قلت سي خمسة اتش عشر او اربعة نزعنا اكسوجينة دي اوكسي اما لو بيكلمك عن الجلوكوز هيبقى سي ستة اتش اتش اتناشر او ستة ده بالنسبة للتركيب الكيميائي بتاع السكريات الاحدية اما لو دخلنا على اللايبيدات فهتلاقي ان هو عبارة عن كحول ثلاثي الهايدروكسيل وبالمناسبة هيقبلنا كحول احادي الهايدروكسيل هنشوف الكلام ده طالع منه ثلاث هيدروكسيل يبقى اذا عنده ثلاث درعات يقدر يمسك في ثلاث احماض دهنية قد تكون مشبعة فتعمل دهون او غير مشبعة فتعمل زيوت اما لو بتتكلم عن البروتيناس فهي بتتكون من احماض امينية وتركيب الحمض الاميني اهوت يا ولد عبارة عن زرة كربون سبتة هيدروجين سبتة كربوكسيل سبتة امين سبتة ولكن هناك مجموعة القاية المتغيرة عشان يبقى عندك عشرين نوع من الاحواض الامينية طيب بعد كده دخلنا تركيب الدي النية او الارنية اول حاجة سكر خماسي يعني ما يكون الريبوز ودود كامل الاكسوجين سي خمسة اتش عشرة وخمسة زي الفل فل مارك او دي اكس ريبوز نقص درجة اللي هو نقص اكسوجينة دي اكسي سي خمسة اتش عشرة واربعه يبدأ الفرق وافتكر ان السكر بيبقى عنده دراعين الدراع رقم واحد دراع على خمسة الدراع رقم واحد متصل بقاعدة نيتروجنية اي جي سي تي يو مش عارف قلقته على الصينيين تواني كنت متفرج مش عارف هم ليه بيعملوا كده بس الصينيين لما بيجوا يعملوا عرض مثلا عن سكاكين بتلاقي ليهم عارفين ايه؟ هو باسك سكينة الشيشة عبا عبا هل كدا طيب ما تقولن هي بتقطع حلو الجماعة السكينة دي جامده بس هنشتري والله انت كده خوفتني حسز ان انا بشتريسك كده مش عشان نطع خضار عشان نطع بن ادنين ما علينا المهم الفوسفيتة دي بتبقى محترمة لانها ثبتة السكر محترم برضه بس اقل احترامة شوية الوار ايبوز وديوكسر ايبوز والقاعدة النيترونية ديت مهزقة اللي هو اي جي سي تي يو ويعرفنا مين اللي موجودين في الاتنين مين اللي موجود في الديني بس موجود الكلام ده وتقوله وقلنا الالشة الرخمة اللي احنا قلناها هيا بنا ندخل على التصميف وكما قال الشاعر او مش فاكر مين اكل العسل حلو بس النحلة بيقرس شرب الدوى مر بس بيشل وخالص وكما قال الشاعر بقى اللوى المتنبي ده انا عارف امين كان بيقول تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشه دي من ابر النحلة يعني ايه اكل العسل حلو بس النحلة بيقرس يعني عايزت اكل عسل زي الفل بس النحلة بيقرس كذلك برضو ان انت توصل للي انت عايزه وانت تجيب درجة كويسة في المواد وان انت تبقى شاطر وان ربنا وفقك ان شاء الله في اولى و تانية و تلتة سنوية تدخل الكلية اللي انت عايزها الموضوع مش سهل النحلة بيقرس والمذاكرة مش دايما حاجة ممتعة انا عارف ان انت قاعد دلوقتي مستمتع بالحصة ولا انت مش مستمتع همهزر لازم ان تكون مستمتع مش الجهر اللي بشرح صح شوية نرجسية كده لا انا اقصد والله العلم مش دايما حاجة لذيذة يعني العلم حاجة ثقيلة على النفس ولكن ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى اللي هو تريدين لقيان المعالي رخيصة واحد بيكلم نفسه عايز توصل للمعالي كده برخص من غير ما التعبي ولا بد دون الشاهد الشاهد هو العسل من ابر النحل لازم ان تتشكشك شوية يعني و اجمع عقلاء كل امة كل الامم العقلين اللي فيها كانوا يقولوا ايه ان النعيم لا يدرك بالنعيم يعني انت لو عايزت تتنعم وتوصل كده لحاجك وايسه وتبقى واد خلاله صلاصة ومية ومية والناس تقولك اه الوادي اللي جب مجموع عالية الثانوية الوادي اللي في كليك وايسه الوادي النجح في حياته الوادي المشاء الله المثقف اللي كلامه كده موزون والبنت المحترمة يعني لو انت عايز توصل لكده ليس بالنعيم يعني لازم ان تتعب مش هتنعم يعني تتنعم وترحرح فتلاقي راحها بعد كده اللي بيرحرح دلوقتي بياخد عاليفاء بعد كده انت عايزت تتنعم تتنعم يبقى تتعب اتعب دلوقتي تتنعم بعد كده يعني لازم انت عدي جسر يسمى جسر التعب الذي ينقلك من ان انت مش فاهم حاجة لان انت فاهم معظم الحاجات طبعا محدش فاهم كل حالي حاجش فاهم حاجة اصلا ربنا وفاك وشبال واسمع عن كل خير اكتهدوا كده خلاص الفيديو وقرب لي خلاص ناس كده يعني شوية حلوين كده جاهز يلا بينا كمل كمل ما تلكعش بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لتصنيف الكربوهايدرات فهي بتقسم الى حاجتين بسم الله الحاجة الاولى اسمها كربوهايدرات بسيطة والحاجة التانية اسمها كربوهايدرات معقدة والبسيطة ديت هي اصلا بسيطة يقولك ده سهلة وحلوة وخفيفة نعم اخوها سهلة الزوابان في الماء حلوة المضاق اللاززة دي خفيفة الوزن الجزائي الطعامة دي طيب المعقدة لا ما بتدبش لا تزود وليست حلوة المضاق ما بقولش ان طعمها وحش بس مش مسكرة زي العيش كده نشأ مش مسكر تمام وبصراحة كمان بتبقى ثقيلة الوزن الجزائي اللي هو عالية الوزن الجزائي وبالله عليك بلاش السؤال الغبي اللي هو ايه يعني احنا لو جبنا كيلو سكرات بسيطة وكيلو سكرات معقدة ميل هي بقى لاتقل انا بتكلم عن الوزن الجزائي يعني انت لو جبت جزائي من هنا هيطلع وزنه اللي هو الجزائي هنا هيبقى مثلا سيه ستة اتش اتناشر وستة ده سنوه جزائي جزائي انما الجزائي هنا عبارة عن عن كزا جزائي مسكين في بعض عاملين جزائي واحد كبير فهيبقى مثلا لو كانوا اربعة على الاقل ده رقم قليل جدا هيبقوا اربعة قد ده فهيبقى الجزائي الواحد هنا وزنه خفيف والجزائي الواحد هنا وزنه تقيل انما لو جبت كيلو من هنا وكيلو من هنا فلا هيبقى بس انها هيبقى عدد جزائيات كتير في كيلو هنا هيبقى عدد جزائيات صغير في الكيلو اتمنى تكونوا في يمته وبنه يصل طيب مش مهمة او يعني احفظ ديعت سهلة وحلوة وخفيفة ودية عكسها امثلة السكريات البسيطة عندنا نوعين عندنا نوعين والسيطات المعقدة عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة امثلة يعني النوع الاول بنسميها سكريات احادية يعني انت تتكوهم جزء واحد اما ديها تسميها سكريات سنائية الشاطر بقى يقول لي بتتكوهم ان كان جزء احسن تاخد اثنين يعني نقدر نوع ده ده اتنين اما ده اتنين نسميه ضيمر سنائي افهم انت فاهم بقى انت مش عايي الصغار دلوقتي انت واد خلاصة ومية مية ركز معاك الموني مرضوط والله ممكن يكون منابو ستة سي ستة كربون فانت تفتكر القاعدة سي اتش تو او الكل بي ان حيث ان عدد زرادة الكربون فقال لي عدد زرادة الكربون ستة يبقى معوض عن ان بستة يبقى سي ستة اتش اتش اتناشر او ستة فيه ثلاث امثل على ده فيه واحد اسمه جلوكوز مشهور جدا وحبيبنا وتحته سبعة تلف خط وتعظيم سلام وقلوب وراحة وجاية ووردة وحاجات من دي وحطوله رقم اتنين حاجة اسمها جاء لأ خليه تمام مهم جدا وحبيبنا وكل حاجة بس اقلم اللي فوق شوية رقم تلاتة جاء لكتوز مهم برضو بس اقلم اللي فوق شوية طيب في اتنين مع بعض اللي هم خمسة سي واظن انت عارفهم خمسة سي يلا قولي سي خمسة اتش عشرا اوος خمسة من ده ر ر ر ر ر ر ر اي بوز اللي يفيه تكوين ديي ان ايه خلي بالك لما انت جهو قولك مين فيهم خماسي للتربون هتقول لي الاثنين خمسة سي وخمسة سي قاعدة يعني مين فيهم عشاري الهايدروجين والاتنين ولكن لما قولك مين فيهم رباعي الاكسوجين هتقول لي الديوكسي رايبوز. من خماسي الاكسوجين هتقول لي الريبوز الله عليك يا حبيب والديك انا عايز اقول لك ان الحاجات ده هيت لها القاب زي ما دوت لي لقب R-N-I ودوت الـD-N-I فالجولوكوز بنلاقيه اكثر في العنب فنسميه سكر العنب. الفراكتوز بنلاقيه في معظم الفواكه فنقول له برضه ان هو سكر ايه فواكه فراكتوز تمام وطبعا هتقول العنب في الفواكه ولكن العنب دوت حاجة سامية راقية العنب 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 واتكلمنا عن الكلام دو قبل كده فمهم ان هو يكون لوحده والجلوكوز دوات ايه بيبقى فيه عنب اكتر والجلوكوز على فكرة العنب فيه فرق توز ولكن فيه جلوكوز اكتر الجلوكوز هتلاقيه بيدخل في حاجة نهو لها علاقة باللبن يلا تعالى نشوف التلاتة اللي هم الثنائية عندنا تلات امسا المثال اول حاجة اسمها سكر السكرز والمثال الثاني حاجة اسمها سكر المالتوز والمثال الثالث حاجة اسمها سكر اللكتوز بالنسبة لسكر السكرز فدوت سكر القصب تمام او بنسميه سكر المائدة او سكر الطعام اللي هو السكر اللي انت بتحلي به في البيت فلما تيجي تطلب من والدتك كباية شاي قول لها بعد اذن كباية شاي سكرز برا او معلقتين سكرز ولو انت عامل ضاية معلقة ساكروز نصف معلقة ساكروز فاهمني؟ هتردوك ملبيت على طول هتكروك بتعمل يعني ايه مش عوز المهم يعني ساكروز اللي هو القصب سكر القصب او المائدة او الطعام والملتوز دوت سكر الشعير اللي بقى في البريل تمام؟ واللاكتوز سكر اللبن ما تتنسيش دي تمام؟ اللاكتوز هو سكر اللبن يلا نشوف كل واحدة بتتكون من ايه؟ ده هي بتتكون من جلوكوز زائد معرفش دوت عبارة عن جلوكوز زائد هقولك هنا جلوكوز زائد هتعرف اعايز اقول لك ايه ان الجلوكوز ثابت ده ايه الحلوة دي؟ ايه اللازازة والطعامة دي؟ يبقى انا هركز على ده جلوكوز زائد فاركتوز جلوكوز زائد جلوكوز اتنين جلوكوز اه جلوكوز زائد مش دوت اسمه لاكتوز حط له جا يبقى جا لاكتوز جاء بلاكتوز فجاء بلاكتوز بيكون اللاكتوز مع الجولوكوز لو كده كده سابت إيه اللا زال زا دي ده زال فل والله ده عظمة طيب يلا ندخل على اللون البنفسجي وندخل به على التلاتة دهم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمعقدة فإحنا عندنا تلات أمثلة المثال رقم واحد الجلايكوجين الجلايكوجين دوت عبارة عن نسميه النشا حيواني أو السكر المعقد الحيواني اللي بقى فيه أجسام الحيوانات والإنسان وبيبقى بيتخزن في الكبد والعضلات وقلنا دوت اللي هو المصدر الفعلي للحصول على الطاقة دي الفلوس اللي معاك فعليا يعني أنا لأقولت لك دلوقتي والدك معا كم فلوس كاش هتقول لي أبويا معاه 37 جنيه 37 جنيه تقول لي آه بجيبه يا ده ما بقولش اللي بجيبه أنا أقصد اللي هو حطتهم في البيت الفلوس الفعلية تقول لي آه انت تقصد كده يعني لا معا بتاع مثلا 20-30 ألف مثلا يعني آه دي الفلوس الفعلية إنما لما قولك بقى المصدر التحويشة بتاعت أبوك تمام فتقول لي والله هو معايا 20 ألف جنيه ده وقت اللي بيصرف منه اللي هو الفلوس الفعلية اللي هو الجليكوجين اللي بيصرفه الميات اللي هو الجلوكوز بعد كده يفكه لأتي بي أما التحويشة اللي تحت البلاطة أو في حساب البنك ديت عبارة عن الدهون ديت مثلا كذا يقدر مثلا ببتاع 300 ألف اللي هو إيه جسم البروتينات أما التحويشة هي الدهون المصدر المؤجل تمام والبروتينات لو إحنا أطلقنا عليها حاجة مع بعض يعني المصدر المحرم لحصل على الطاقة لإن إيه وعا تقرب له إيه وعا تقرب له لو قربت له يبقى أنت في مجاعة شديدة وخلصت كل اللي معاك ماشي ده بالنسبة للجليكوجين رقم اتنين حاجة اسمها النشا والنشا دوت عبارة عن سكر عن جلوكوز كتير مسك في بعضه وعلى فكرة الجليكوجين برضو جلوكوز كتير مسك في بعضه بس دوت بيبقى فيه النبات بيبقى فين بقى فيه البلاستيدات وعلى فكرة حضرتك المفروض بتراجع دلوقتي وعرف إن البلاستيدات منها ثلاث أنواع بيضاء وملونة وخضراء التلاتة بيخزنوا نشا ولكن البيضاء أكتر اللي كانت موجودة في دارانة البطاطس وأوراق القرنب الداخلية وموجودة في دارانة البطاطا اللي هي بتبقى مخزنة نشاويات كتير دول مخزنين بس دي أكتر طبعا الملونة دي بتدي النبات لونه المميز والخضراء بيبقى فيها صبغ الكلورو وفي اللي عشان تعمل بناء ضوئي رقم ثلاثة السللوز وده برضو عبارة عن زي النشا بالزبط سكر معقد ولكن بيبقى موجود في الجدار الخلوي خلي بالك الجدار مش الغشاء لسه الغشاء هيجي معنا كمان شوية يلا نتكلم عن الأهمية اتنا كده خلصنا التصنيف نخلص من الأهمية والكشف في دي أواحدة يبقى خلصنا الكربوهيدرات منين اللي على الله يبدأ بالنسبة للأهمية أهم أهمية في أهميات الكربوهيدرات إن هي الحصول على الطاقة ولكن لازم أن تقولوا كده إن هي مصدر سهل وسريع للحصول على الطاقة لأن بصراحة لو أنت جبت واحد جرام واحد جرام واحد جرام كربوهيدرات واحد جرام لايبيدات أنتوا عارفين الواحد جرام لايبيدات هيطلع طاقة أكتر من الواحد جرام كربوهيدرات فأنت تقول دلوقتي طب ليه الجسم ما بيحرقش الدهون وبيحرق الكربوهيدرات رغم من الطاقة اللي طلع من الدهون أكتر من الطاقة اللي طلع من الكربوهيدرات الفكرة في الكلمة ده ان هو مصدر سهل وسريع انما ده مصدر متعب و كنت قلت لك مثال قبل كده لو في واحد يقول لك تعال اشتغل عندي 24 ساعة في اليوم وهديك 10 تلاف جنيه في الفخر الشهر واحد قال لك انت هديكي اشتغل 6 ساعات في اليوم وهديك 4 تلاف جنيه هتروح لمين ابو 6 ساعات و 4 تلاف لان ده وقت هيطلع عين اهلك وعين اللي خلفوك انما ده وقت منطقي سهل وسريع وبيحصل على الطاقة صحيح اقل ولكن احسن فهمت الفكرة تمام ومصدر سهل وسريع لحصل على الطاقة بيدخل في تكوين البروتو بلازم او السايتو بلازم يعني وكمان موجود فيه الغشاء مش الجدار الغشاء الخلوي تمام وبيدخل بتكوين الجدار الخلوي بس هنا بقى اقصد من السليلوس بالتحديد السليلوس بالتحديد تمام طيب ولما يجي الغشاء هفكرك هي انهي واحدة فيه اه نقص عنوان بقى اللي هو الكشف بالنسبة ليه الكشف دوت معناه ايه؟ معناه ان انا لو جبتلك مسحوق لونه ابيض من مواد مختلفة تقدر تفرق بينهم هتقول لي هدوء لا انا مش عايزك دوء انا عايزك تكشف عنه معمليا هتعمل ايه؟ هبدأ اضيف عليه مادة اسمها كاشف المادة دي اسمها بندكت الازرق بندكت الازرق دوت بيتحول للون البرتقالي لو تحط على سكريات احادية تمام؟ وفي حاجة كمان اسمها اليود البرتقالي ودوء بيتحول الى اللون الازرق لو تحط على اه نشويات تمام؟ طيب انا عايزك تفرق لي ما بين الجلوكوز والنشا بثلاث طرق من ضمنهم المادة الطريقة ديت وعايز كمان طريقتين تمام؟ انا معايا دلوقتي مسحوق لونه ابيض مطحون اللي اتنين نفس الملمس ونفس اللون ونفس كل حاجة بس اكيد مختلفين في حاجات تانية مختلفين في حاجات تانية مختلفين في حاجات تانية بغششك على فكرة ومختلفين في حاجات تانية يكتبين لي لسا فوق فانا عايز تلات طرق اكتبهم لي في الكومنتات تحت وانا هقرأهم بنفسي والكومنت اللي صح هنعمله لوف ونرد عليه كده تمام؟ انا اللي هرد كده خلصنا الكربوهايدرات ولله الحمد الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولنهدانا الله يلا طال لسا مكملين علشان نحط اساسات قوية لمادة الاحياء وندخل على العنوان التاني وهو اللي بيدات اللي بيدات خلصنا فيها التعريف وخلصنا التركيب الكيميائي يلا ندخل على التصنيف لانها سهلة ان شاء الله عبارة عن اللي بيدات بسيطة ولي بيدات معقدة ولي بيدات مشتقة اها هناك كبسطة معقدة بس كربوهايدرات هنا معقدة مشتقة كمان طيب بالنسبة لللي بيدات البسيطة فهي عبارة عن كحل زائد احماض دهنية احماض دهنية طيب بيحصل ايه بقى والله عندنا ثلاث تأسيمات ممكن الكحول يبقى جليسرول وممكن الكحول يبقى جليسرول برضا واحنا عارفين ان الجليسرول ده هو ثلاثي الهايدروكسيل ثلاثة او اتش اما دوت بقى ما هو جليسرول برضا يبقى ثلاثة او اتش اما ايه الفرق يعني انا هقولك دوت يا حبيبي بيمسك في ثلاث احماض دهنية اما ده بقى بيمسك في ثلاث احماض دهنية برضا انت نصح ايوي مش انا قلت لك عنه ثلاث درقات يا عم ايه الفرق اه هقولك الفرق ما فهمت عادش يعني انت بتزعل ده ثلاثة احماض دهنية وده ثلاثة احماض دهنية دولة احماض دهنية غير مشبعة اما ديت احماض دهنية مشبعة هتقل لي ايه مشبع هقولك يا فركوك مشبع ده يعني مشبع بالهايدروجين قال يعني كده فهمت افهم دي سي الثاني الثالة الرابع كفاي ده دهيت ودهيت CH3 ودهيت CH2 ودهيت CH2 ودهيت CH3 المفروض يعني تبقى سي او اتش معها سي او اتش هتقول لي يعني شمالة دي سري ودي فور عشان دي قوة دي تو عشان الروابط يا خوي تعصبنيش بقى مش حايفة انا دخلت في الموت ده ليه بس عجبني ما تعصبنيش طيب دهيت عشان معها واحد اتنين ثلاثة اربع اما دهيت معها واحد اتنين فمحتاجة اتنين دي معها واحد اتنين فمحتاجة اتنين فهمت الفكرة طيب هنعمل ايه دهوت كده اسمه مشبع ليه مشبع هو انت تقدر تحطها ايدروجين اكتر من كده لا والروابط ما لها روابط احادية قوية فبالتالي بيبقى صلب فدية الدهون الله عليك ركز معايا ركز معايا يا ولا انا دلوقتي بقولك ان احنا معنا كربون الكربون دهوت رباعي فهو روابط ربط هنا فنقص له 3 واحد اتنين ثلاثة حط انا فيهم ايه هايدروجين الرابط احادية واللسونية احادية الرابطة الاحادية بتبقى قوية اسمها سيجما تخدها في الكم العضوية ان شاء الله او حتى موجودة في تانية سنة انا ما اتذكر يعني مهم الرابطة السيجما دي بتبقى رابطة قوية فبالتالي بيبقى متماسك صلب ودي الدهون بص بقى العك اللي هيحصل دلوقتي لو احنا جينا رسمنا نفس السيهات اربعة سيه وحطينا هنا او 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 اتش اللي هي مجموعة كربوكسيد تمام عشان يبقى محمض يعنى وجينا قمنا جينا نحطين انهوة رابطة مزدوجة وانهوة رابطة مزدوجة تعالى نعد كده الكربونة دي معاها واحد اتنين تلاتة انا اصلها اتش بس طب وديت يا نهارا بيضة خلصت الرابط بتاعتها ده مش هنحط لها اتش خالص طب وديت معاها رابطتين يبقى نحط لها اتش بس مش تلاتة يبقى دية بص كده انا عايز بس احسلك بالعطش والجوع قلة الشبع اللي هتحصل يعيني كما اصلها اتش يعيني كما اصلها اتشين يعيني كما اصلها اتش ده دولة غير مشبعة يعني الرابط بتاعتها فيها رابط ثنائية واوحدية برضو بس فيه ثنائية ضعيفة ولا قوية ضعيفة يعني متماسكة ولا مهرتقة مهرتقة فيبقى صلبة ولا سائل سائل اللي هي ايه الزيوت يا سلام عليك يا حبيب والديك لما تطلع نهوت وتقولي ان المشبعة عندها هيدروجين كتير فالرابط بتاعتها احادية فبالتالي بتبقى قوية وكلها حنية فتبقى صلبة وشائية يبقى دية انا بتكلم عن عنوان اسمه الدهون ويا سلام عليك لما تجي تقولي دهية غير مشبعة يعني الهايدروجين عندها قليل فبالتالي الرابط في منها رابط ثنائية بتبقى ضعيفة ولا قوية ضعيفة ضعيفة فبالتالي بتبقى صلبة ولا سائلها بتبقى سائلة طب لو احنا عايزين نعمل عمالية تجارية نحول بها الزيت الرخيص الى دجون سمنة غالية فنعمل عملية اسمها هدراجة الزيوت الله عليك وانت لقت وانت لقت لقت ان هنا قليل وهنا اضافة وهنا كتير يعني فالعملية دهية هدراجة الزيوت هي جسد اضافة الهايدروجين الى اللي مش شبعانين فيبقوا شبعانين من الجعانين للشبعانين فيتحولوا من تنجان طيب اتمنى تكون في كلمة قصدي اعمالها هزق نفسي بس يعني اتمنى تكون الكلام بيثبت مش مش كده بص بقى ده الطويل الهايف ايه ده كحل بس مش جلس رول طويل جدا عنده احادي الهايدروكسيل يبقى فيه كحل احادي الهايدروكسيل يعني ايه يعني ويتش واحدة فيقدر يمسك في كم حمض ضغني حمض ضغني واحد فانا هتمنوع ان نضحك علي اصحابك اخواتك الصغنانين رغم انهم قد كده اجلس رول تلاتة بس بس عنده تلاتة ويتش وانت يا طويل يا هاي فعندك ويتش واحدة ويتش اخوتك مسكين في ثلاث احماض ضغنية وانت مسك في حمض ضغني واحد فأقولك فهو تلاقيه بيزعل شوية ولكن يبص كده الى الحمض الضغني بتاعه يقولك ايه حمض دهني ركز بقى في الكلمة ذا وزن جزئي مرتفع تقصد ايه اقصد ان هو حمض ضغني بس حمض ضغني ملابو تقيل بالتلاتة اللي هنا يعني هي حمض ضغني حمض ضغني حمض ضغني حمض ضغني حمض ضغني يبقى كحول وحادي الهايدروكسيل ومعاه حمض ضغني ذا وزن جزئي مرتفع البيتاع دهي تسمها الشموع يلا بسرعة واحنا لسه في المود كده نقول وظيفة كل واحدة بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للزيوت يا جماعة الخير بتبقى على ريش الطيور وانتو عارفين ان الزيوت والدهون والشموع والماء بدا تعمهم ما بتحبش المية فتلاقي لما بقى على جلدها او على ريشها زيت لما تيجي تعوم في المية تلاقي المية بتتزحلق فتلاقيها بتعوم بانسيابية تمام؟ ولكن انا عايز اقولك حاجة صحيح صحيح المثال اللي هو جايبو لك طيور يعني حيوانات ولكن الزيوت اكتر في النباتات انما الدهون اكتر في الحيوانات تمام؟ حتى دايما نقولك ايه زيت النخيل زيت ضوار الشمس زيت الضرة كلهم دايما بيبقوا في النباتات الا بالمثال ده وهنا بقى الدهون بتبقى بتتخزن تحت الجلد وتعمل كعازل حراري حتى يقولك الناس التخينة بتبقى دفيانة في الشتاء ليه؟ عشان دا عندها عازل حراري طبقة دهون تحت الجلد بتحميها بتعزل درجة الحرارة بتاعت جسمها عن برا فما تفقدش درجة الحرارة فتفضل متدفية تمام؟ حلو قوي وده هو بيبقى في الحيوانات اللي بتعيش في القطب الشمالي والقطب الجنوب والمناطق الكندا والحيتة بتاعت روسيا والحيتة بتاعت روسيا الشمال سايبيريا الحيتة اللي فيها تلج الدوب بالقطبي القطبي بالنسبة للشموع فهي بتبقى على ريش قصدي على النباتات الصحراوية دوت نبات مثلا الورقة بتبقى متغطية بطبقة كده من الشمع ليه بقى؟ باش احنا قلنا المية بتكره ما باش هتعدي لو احنا عطناها بمادة شمعية المية اللي جوه النبات ما تطبخ خرشي بركز هنا بتمنع بص مادة اسمها كيوتين بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة على الأوراق بتاعة النباتات النباتات الصحراوية زي الصبار والتين الشوكي الغرض منها منع فقد الماء أثناء عملية النتح عملية النتح دية يعني ممكن نشبهها في الانسان بالعرق لما الجو يبقى حر الانسان بيعرق فالنبات برضو لما الجو يبقى حر بينتح طبما النباتات الصحراوية يعين امها ما عندهاش مية كتير وكمان الجوهنك حر فبالتالي لو عرقت لو نتحت هتفقد المية اللي عندها وتموت فلازم انتحافظ على المية اللي عندها فتعمل ايه؟ ربنا يحط لها طبقة من الكيوتين يخلق لها طبقة من الكيوتين تغطي الأوراق فبالتالي تمنع فقد الماء أثناء عملية النتح عظيم جدا 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 احنا كده خلصنا على فكرة التأسيمة دي بالوظيفة بتاعتها المعقدة عايزك تركز معايا عارفين الدهون تعال نرسم واحد دهن كده جليسرول ثلاث هيدروكسيل حمض دهني مشبع حمض دهني برضو مشبع والحمض الدهني التالت هنستبدله بمجموعة فوسفات زائد كولين بالمناسبة الكولين بيبقى فيه عنصر اسم النيتروجين تمام؟ طيب بالنسبة بقى ودي الحاجة اللي قدامك دي غماعة بنسميها مش ده فوسفات فنسميها فوسفولايبيدات هي اصلا كانت دهون ليبيدات عادي ولكن حطنا عليها فوسفات فسميناها فوسفولايبيدات والفوسفولايبيدات دي بتبقى عاملة كده لها رأس ولها ذيول دلين راس ودلين راس راس وديول بقى كتير هو ايه اللي انا برسيمه دوت؟ اظن حضرتك مذاكر وعارف ان دوت الغشاء الخلوي اللي بيتكون من رؤوس وذيول الرؤوس محبة للماء والديول كارهة للماء اقول لك مين الرأس اللي اتنين ده هم دوت كده بيكون الرأس انتو عارفين مين الديول الديلين هم دول يعني انت بس محتاجة تخليها ده كده الكولين والفوسفات والديلين دول اللي هم الاحماض الدهنية بس الشكل مش ضابط قوي فيهمت الفكرة؟ يبقى اكتب كده الرأس عندك الرأس يمثل مجموعة الفوسفات زائد الكولين المتأينة التي تضوب في الماء والديول اللي هم الاتنين احماض الدهنية الحمضين الدهنيي الغير متأيني اللذان لا يذهبان في الماء اما الحاجات دي بتضوب فيه؟ بتضوب في البنزين ورابع كولوريد الكربون والبنزين بالصغة بتاعته هتعرفها ان شاء الله لما تدخل تاخد كيميا عضوية لكن ما بتضوبش في الموذيبات الخطبية زائد الماء بتضوب في الموذيبات الغير خطبية طيب ده بالنسبة للفوسفو ليبيدات اللي بيدخل في تركيب الغشاء الخلوي بالنسبة للليبيدات المشتقة فهي اصلا عبارة عن ليبيدات بسيطة او ليبيدات معقدة ولكن عملنا لها عملية اسمها تحلل مائي فبقى في حاجة اسمها ليبيدات مشتقة يبقى اذا في عملية مش مهم تعرف التفاصيل بتاعتها تحلل مائي للليبيدات البسيطة والمعقدة فتبقى مشتقة طيب المشتقة ديات عندنا مثالين مثال اسمه كوليستيرول ومثال اسمه استرويدات الكوليستيرول دوت مفيد للجسم ولكن للأسف الزيادة منه بتضر خاصة مرضى الضغط ومرضى السكر تعارفين ليه؟ لانه بيترصب في الاوعية الدموية من جوه يقعد يترصب 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 فيديا الوعية الدموي فالضغط يزداد تمام؟ عشان كده الناس اللي عندهم الضغط يقللوا في الدهون يقللوا في مواد اللي فيها كوليستيرول يقللوا في صفار البيض الاسترويدات دي بتعمل هرمونات زي مين؟ زي الهرمونات الجنسية مين الهرمونات الجنسية اللي حضرها خدتها في اعدادي في الزكر ده علامة الزكر موجود حاجة اسمها تستوستيرون واحد تاني اسمه اندروستيرون هتعرفه في السنة الثالثة ان شاء الله اندرو ده اسم ولد صح؟ ممكن يبقى ولد مسيحي يعني اسمه اندرو اندروستيرون اندرو يعني رجل فده هو الطبع الرجالة باللاتين يعني معناها رجل طيب وهنا في واحد اسمه استروجين وبروجستيرون استروجين وبروجسترون طيب في واحد كمان لمعلومتك انت اسمه كورتيزون طيب يفرز برضه من الغضة القضرية مسؤول عن الفواءان شوية الكورتيزون ده كده التقسيمة بتاعة الليبيدات والفايدة والوظيفة كمان والاهمية نقصنا بس الكشف الكشف كلمة واحدة حاجة اسمها سودان اربعة سودان اربعة دوت لما بتحط على الليبيدات بيتحول الى اللون الاحمر بس يعني كده خلصنا الليبيدات خد بريك كده وفواء عن نفسك ونبدأ مع بعض ان شاء الله البروتينات السلام عليكو السلام عليكو احمد الجاربي حييكو ها قد عودنا من جديد وغايا بنا نستكمل ما قد بدأناه ونكمل التصنيف والاهمية والكشف توق البروتينات والتصنيف والاهمية ومفيش كشف ليه الأحماض النووية اللي هما تديه النا والآر النا بالنسبة للتصنيف البروتينات فهو أسهل ما يمكن وكلام مهم جدا فمحتاج تركز البروتينات تقسم إلى بروتينات بسيطة وديت معناها أن هي أحماض أمينية فقط بس ماش حاجة تانية وممكن تبقى بروتينات مش معقدة للأسف وكاتبها مرتبطة يعني مرتبطة يعني عبارة عن أحماض أمينية بس مش فقط يعني فمعاها زائد حاجات تانية غالبا بتبقى عناصر معدنية غالبة طيب تعال نشوف كده بص يعمل حجوق بالنسبة للبسيطة ديت فعندنا مثال اسمه البيومين البيومين ده موجود في النبات والإنسان بنقولها كده موجود في أوراق وظهور النباتات وموجود في بلازمة دم الإنسان لما تدخل سنة تانية إن شاء الله وتاخد الجهاز الدوري اللي هو عبارة عن القلب والوعية الدموية والدم هتعرف أن الدم بيتكون من بلازمة والبلازمة ديت فيها ثلاث أنواع من البروتينات البيومين جلوبيولين فيبرينوجين دول الثلاثة الأسيين فالالبيومين موجود في بلازمة دم الإنسان تمام؟ تمام بس تعال ندخل هنا بقى بالنسبة لي المرتبطة فاحنا عندنا أربع مثال كل مثال عادينا نعرف اسمه ونعرف مرتبط بإيه ونعرف موجود فين وبيعمل إيه تعال نشوف الأسامي بالنسبة للإسم فأول واحد اسمه هيمو جلوبين أنا عارف من أنت عارف وفي واحد تاني أنت عارفه برضو اسمه ثيروكسين أحسنت كنت بتذكر هرمونات في ثلث أعداد وفي واحد كمان اسمه كازين ما ظنش أني أنت عارفه إلا لو أنت مذاكر ما إحنا بنراجع وفي واحد اسمه كروماتين وأظن أن نتعرفه طيب بالنسبة للإيمو جلوبين فهو مرتبط بعنصر الحديد أما الثيروكسين مرتبط بعنصر اليود الكازين بالفسفور الكروماتين بالDN ده مش عنصر معدني بس ماشي طيب كلهم موجودين فين دوت موجود في قراط الدم الحمراء بيبقى شكلها عامل كده وبيقوم بنقل الأكسوجين والثاني أكسيد الكربون بياخد الأكسوجين من الرئتين يوصله لجميع أجزاء الجسم تمام؟ وياخد ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم ويوصلهم إلى الرئتين فده الهيمو جلوبين ولو موصل هيمو جلوبين للأسف الأسيف هيحصل مرض اسمه فقر الدم أو بنسميه أنيميا طيب نوصل ثاني بالنسبة للثيروكسين فهو موجود في غدة تسمى الغدة الضرقية اللي ان شاء الله هتدرسها بالتفصيل في سنة ثالثة وانت هتعرف عنه شوية معلومات يعني طيب أظن انت قدتوا كمان في إعدادي مرض التضخم البسيط والجويتر والجويتر والكلام ده ماشي بيفرز من الغدة الضرقية الوظيفة بتاعته ايه مسؤول عن نشاط أو الأنشطة الحيوية في جسم الإنسان الأنشطة الحيوية هي بصراحة كلمة عامة قوي أنشطة حيوية دي ففي ثالثة بقى تعرف ايه هي بالزبط اللي بيأثر فيه بالنسبة للكازين فهو موجود فيه الغدد الثديية للأم تمام والفديية برضو الرسمة بتاعتها والشكل بتاعتها تعرف تلت سنوي تمام وابقى فيه عنصر الفسفور ودوت موجود بينزل فيه اللبن بتاع لبن الأم علشان غذاء الطفل وكلمة لبن خدناها مرتين من نهاردة خدناها في اللاكتوز اللي كان سكر سناقي وإحنا عارفين السكريات مصدر للطاقة يبقى إذا لبن الأم مصدر للطاقة وكمان خدناها هوات في البروتينات وإحنا عارفين أن البروتينات بتاعت بناء الجسد فهو كمان مصدر بناء الجسد يبقى هل لبن الأم عشان الطفل يكبر بس ولا ياخد طاقة بس ولا الاثنين إيه اللي اثنين إيه دليلك إن فيه لكتوز للطاقة وفيه كازين بروتين للنمو عظيم جدا بالنسبة بقى للدين ايه دوات بيبقى موجود جوة نواية الخلية عشان يعمل الشبهة الكروماتينية والدين ايه والكروموسمات والحاجات دي تمام طيب جدا ويحمل طبعا الجينات ويه مسؤول عن إظهار الصفات الوراثية للإنسان بتفصيل معين بقى ناخده في الدين إن شاء الله كمان شوي ده بالنسبة للتأسيمة بتاعة البروتينات بسيطة ومرتبطة أحمد أمينية بس البيومين في أوراقها بذرور النباتات وبلازمة دم الإنسان والمرتبطة ياما مرتبطة بالحديد في دهين مجلوبين جواجورات دم الحمراء لنقل الغازات أكسوجين والثانوكسي الكربون ولو نقص يحصل أنيميا أو فقر الدم بعد كده الثيروكسين موجود في الغضة الضرقية الموجودة في الجزء الأمامي من الرقبة المسؤولة عن نشط الحباب جسم الإنسان ولو حصل فيه لغبطة هيحصل مرض اسمه التضخم لو كان أليل هيحصل مرض اسمه بسيط تضخم بسيط ولو كان الثيروكسين كتير هيحصل مرض اسمه تضخم جحوظي مع جحوظ العيني تخدش سكرين طيب الكازين ده بيبقى موجود في لبن الأم وبيبقى غذاء للطفل عشان ينمو بالإضافة للاكتوز اللي كان بيديله طاقة الكروماتين موجود جوه نواية الخلية كيف نكشف عن البروتينات بيبقى عندنا حاجة اسمها البيوريت الأزرق الذي يتحول لللون البنفسجي ما فيه واحد اسمه البيوريت هو أصلا ما بينقصين كده أزرق تمام بيتحول لما تحطوا على البروتينات إلى اللون البنفسجي تمام ده بالنسبة للكشف بالنسبة لأهمية فالبروتينات أنا بحب بقول جملة كده اسمها كل حاجة البروتينات بتدخل فيه حاجات كتير جدا اقرأها بقى عندك هاتلا يا بتدخل في الأظافر والحوافر والشعر والجلد والأعضاء الداخلية موجودة في الدم واللمف اللي هو السوائل اللي موجودة في جسم الإنسان موجودة في العضلات موجودة في الأوطار والأربطة موجودة في قولنا الدم واللمف موجودة في الهرمونات زي هرمون السايروكسين موجودة جوه كرات دم الحمراء زي الهيموكروبين نعم مثلا احنا قلناها بقى موجودة كمان في الإنزيمات الإنزيمات لما نيجي ناخد الدرس دوات كمان شوية هتعرف ان هي أصلا بروتينات تمام طيب يعمل حاجة قلصنا البروتينات هيا بنا ندخل على الأحماض النوية اللي هم دي وانا محتاجة أفكرك بالتركيب بتاعهم سريعا كان عندنا سكر خماسي الكربون الشجر اسمه يعمى رايبوز يبقى سي خمسة اتش عشرة او خمسة يعمى دي اكسي رايبوز سي خمسة اتش عشرة او اربعة منقوص الاكسوجين ومعاه السي رقم واحد والسي رقم خمسة الكربونة الاولى مسكة في قاعدة نيتروجينية مش محترمة والكربونة رقم خمسة مسكة في مجموعة فوسفات محترمة لانها ثابتة في الدي اي والار اي ثابتة لا تتغير السكر بيتغير وقاعدة نيتروجينية منها ادينين جوانين سيتوزين ثابتين دينيور ارني يعني وثايمين ويوراسيل متبدلين دوات في الدي اي ودوات في الار اي اي تمام يبادية من ضمن الفروقات يبادية تركيب الكيميائي وقلنا الفروقات كمان يعني لو انت جاي بتحط مقارنة كده وحط هنا الدي اي 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 ا دي اوكسي رايبوس يعني كده الخط المفهوم معلومة هنا مجموعة فوسفات وهنا مجموعة فوسفات ثابتة في الاثنين بس خلي بالك دوت بيبقى شريط مفرد دوت عبارة عن لو لاب مزدوج او سلم حلزوني عبارة عن شرطين قصاد بعض وهتفاهمك ازاي دلوقتي لمعلوماتك يعني دوت بص معايا كده الدين ايه موجود في النواة موجود في النواة لا يخرج من النواة وموجود في بعض العضوات تانية بصراحة زي البلاسدية والانتو كندريك مش عليك اعرف بس ان هو جوال ايه؟ جوالنواة طب بالنسبة للرن ايه لا بحوار ليه بقى لان الدين ايه هنا صحي هو بقى بيتنسخ الى الرن ايه الرن ايه بيخرج من النواة الى السيتو بلاسد عشان يروح للريبوسوم فالريبوسوم يحول الرن ايه الى بروتين والبروتين دوت مسؤول عن اظهار صفة وراثية معينة لا مفهمتكش بص يا صديق انت دلوقتي دي الخلية بتاعتك ودين نواة الخلية وانت هتعرف ان شاء الله في تركيب الخلية ان النواة الغشاء النووي بيبقى مزدوج ومثقب يعني لازم ان يبقى فيه فتحات كده بالشكل ده تمام؟ طيب ايه اللي موجود هنا؟ ده موجود الدي ايه وفيه حاجه بره كده هنا اسمها الريبوسوم tuh حلو ريبوسوم في بقى حاجه اسمها الريبوسوم gonna be green بيخرب كده رن ايه بيحصل له عملية عملية اسمها نسخة بناخد نشخة من الريبوسوم ويخرج الريبوسوم bacterية البرا كده يروح الريبوسوم الريبوسوم ده انا بسميه المترجم لانه بيعمل عملية اسمها عملية ترجمة عشان يحول الرن الى بروتين البروتين ده عبارة عن احماض امنية مسكف بعضها اما الرن عبارة عن نيوكليوتيدات مسكف بعضها فلما انت تتحول من نيوكليوتيدات الى احماض امنية لما تتحول من انجليزة العربي من اسباني للفرنساوي يبقى انت بتعمل عملية ترجمة من لغة اللغة من كائن لكائن من مادة لمادة صح؟ إبقى دي عملية ترجمة في المترجم اللي هو الريبوسوم طب البروتين ده هو بيخرج ضر الخلية ممكن يكون هرمون ممكن يكون انزيم ممكن يكون اي حاجة فيعمل صفة وراسية معينة تمام؟ طيب كويس جدا تعالوا نقول التفابع كده نكتبه في خط dna داخل النواة يحصل له عملية نسخ هبة rna يخرج من النواة عبر الثقوب إلى السيتوبلازم عشان يروح للريبوسوم عشان يحصل له عملية اسمها ترجمة تحول الى بروتين والبروتين يظهر صفة وراسية معينة يميل جدا يبقى دوات موجود جوه النواة بس النمر rna بيخرج من النواة إلى السيتوبلازم ده مفرق ده مزدوج تعاموا او لك مزدوج ازاي؟ بص يعمل حاجة ده سكر ودي هات مجموعة فوسفات ودي قاعدة نيتروجينية السكر ناحية التانية يبقى مقلوب اتفهم ليه في سنة ثالثة ودي مجموعة فوسفات وهنا قاعدة نيتروجينية تمام؟ القاعدة نيتروجينية ديت لو كانت هنا ادنين يبقى لازمة هنا تبقى طايمين ولو كانت هنا جوانين يبقى لازمة هنا سيتوزين هل بيرتبطوا مع بعض او بيرتبطوا برابط هيدروجينية؟ ازاي بقى؟ الا مع تي برابطتين هيدروجينيتين والج مع السي بثلاث رابط هيدروجينية يعني لو قلت لك انا عندي شرطين دي ان الشريط الاول عبارة عن هل تستطيع ان انت تقول لي الشريط التاني؟ اي نعم الا اصادها تي الادنين يرتبط مع الصينين والاي اصادها تي اما الجي اصادها سي والسي اصادها جي التي اصادها اي اي تي هل تقدر تقول لي عدد الرابط هيدروجينية؟ اي نعم الا مع التي برابطتين ربطتين ربطتين ثلاثة روابط مع الجي و السي ثلاثة هنا ثلاثة اثنين 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 اربعة ستة ستة وستة اتناشر اثناشر و اربعة ستة عشر ستة عشر ربطة هيدروجينية ربطون عدد صح تمام؟ ده بالنسبة للمقارنة بينهم دوت بمسؤول عن بيبقى جواه الجينات بس قاعد جواه جواه الجينات او المعلومات الوراثية انما دوت مسؤول عن نقل المعلومات الوراثية وبناء البروتين في الريبوسهم تمام؟ ديت كانت المقارنة ما بين الـ DNA والـ RNA والاهمية بتاعتهم وطبعا مفيش كشف عن الاثنين الحمد لله كده ناقصنا الانزيمات تركز معي انا عارف ان احنا يعني بنتكلم بسرعة ولكن بيقول كل حاجة وميديها الحمد لله فيش حاجة تاتت مننا اتمنى ذلك يعني وتمنى تكون فاهم ومستمتع معي احنا عري interessante ايش دلوقتي مع بعض يلا اااا واقف الفيديو واقف الفيديو ونقول سبحان الله تلاتة وتلاثين مرة الحمد لله تلاتة وتلاثين مرة والله اكبر تلاتة وتلاثين مرة ثم نقتمها بلا اله الا الله انا عريز اعني انا واقف الفيديو دلوقتي ونعملها مع بعض ماشي? يلا بينا طيب بمناسبة ان احنا دلوقتي بنشرح في تك كده عايزك تعملها برضو بعد ما تخلص الفيديو ده ان شاء الله غير ان انت تشوف الحل اللي موجود على المنصة لو انت مشترك معنا على المنصة الاسئلة اللي انت كنت حلتها قبل كده في اي كتاب انت كنت بتتابع منه في اي مادة مش بتكلم عن الاحياء بس لو انت تقدر ترجع الاسئلة ديك وتشوف الاسئلة اللي انت كنت غلطان فيها حتى والله الاسئلة انت حلتها صح راجع عليها بعنك بسرعة مش تخد منك وقته خالص وهتثبت المعنى كويس جدا وهم حاجة بها الاسئلة اللي انت كنت غلطان فيها اسأل نفسك سؤال هل هي لسه صعبة زي ما كانت صعبة قبل كده ولا هتقول لنفسك ايه الغباوة دي بقى انا كنت غلطان في السؤال ده لو انت قلت لنفسك كده يبقى ما شاء الله انت بتتطور معنى كده ان انت كنت وقتها مستصعب السؤال وغلطت فيه التاني بقى الترمي التاني مقمت على فئولة ثانية سنوي او فئولة سنوي كمان يعني الدنيا يا جميل ان شاء الله ربنا وفقكم شباب يلا نكملوا الفيديو جدد النية جدد النشاط لو انت لسه مجددتش وضوءك ومجدد وضوءك وتعالى انزل كده انزل للعشر ضغط ولا بطن ولا اي حاجة افرد جسمك ويلا بينا نكمل ونبدأ في اخر جزء وهو الانزيمات قبل ما نبدأ الانزيمات انا عايز اعرف هو ليه الانزيمات موجودة اصلا بص يا عمال حاجة انت دلوقتي عندك اربع جزائيات كربوهايدرات لايبيداد بروتينات احمد نوية اللهم الديني والرنية الحاجات دي يتلون موجودة في جسمك وقاعدين بيبص البعض كده مش هنخرص مش هنعمل اي حاجة لازم ان يكون بينهم تفاعلات كيميائية وهذه التفاعلات الكيميائية اللي بنسميها عمليات الايضة وعمليات الايضة دي هتسعب بنسميها عمليات التمثيل الغذائي اللي بتشمل حاجتين عمليات الهدم وعمليات البناء عمليات البناء زي ايه زي نزع الماء فاكرين البناء هي بلمرة هي عملية نزع للماء يعني لو انت عندك واحد واثنين وزعلانين انزع الماء ما بينهم يتكون ربطة كمان واحد يكونت ربطة يعني لو انت عندك اربعة وانفصلين وانت عملت العملية دهية وكونتهم يبقى السهم الأحمر ده عملية نزع ماء او بلمرة او بناء اما لو العكس يبقى انت عملت عملية هدم يعني بص كده لو انا معايا اهو مرتبطين ببعض وزاي الفل وامتنى جبت الخباصة المية عملت اضافة للماء السهم ده كده دوت اضافة مية انما السهم دوت كان نزع مية فساعتها هتلاقي ان هم عملوا كده انفصلوا يبقى ده عملية هدم تمام عملية الهدم دي لما بتكسر بيطلع طاقة يبقى هنا تنتج تنتج طاقة انما هنا لا عملية البناء صعبة بتستهلك تستهلك طاقة هل يجوز ان انت تعمل بناء من غير ما تعمل هدم؟ لا لان عشان اعمل بناء محتاج طاقة بجبها من الهدم يبقى معمل هدم اطلع طاقة استخدم طاقة دي في البناء حلو؟ حلو! طيب قلي مثال كده لعملية البناء عملية تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين عملية تحويل الكحول الجليسرول والاحماض الدهنية الى دهون او لايبيدات تمام دي عملية البناء اما عملية الهدم هي عملية تحويل جلايكوجين للجلوكوز عملية تحويل الجلوكوز بص بص تعال نجيب الحكاية من الواجد ده الكفد جواه جلايكوجين هنعمله عملية هدم فنحوله الى جلوكوز نكسره موضوع معقده ده بطي ناخد الجلوكوز ندخله جواه الميتوكنديريا اللي عندها اعرافة هيت فاتطلع من ناحية ثانية ثمانية وثلاثين اي تي بي طاقة تمام؟ فدي عملية هدم ودي عملية هدم تمام؟ بدي عملية الهدم اللي هو التكسير اللي بينتج عنها طاقة اتمنى تكون الدنيا واضحة طيب الحاجات ديت عشان تتم في جسم الانسان محتاج ايه؟ اي تفاعل كيميائي محتاج شروط عشان يتم والشروط ديت غالبا بتبقى شروط صعبة شروط صعبة جدا تحصل في جسم الانسان يعني مثلا لما يجي يقولك A زائد B ونسميهم متفاعلات هيدونا C زائد D ونسميهم نواتج هل الكلام ده بيتم تلقائيا كده سبونتانيا غالبا بيبقى في شروط الشروط ديت زي مثلا درجة الحرارة زي مثلا الضغط الضغط بتاع المكان زي مثلا موجود عوامل حفازة مادة مثلا من العوامل حفازة القوية جدا مادة زي زرنيخ اللي هو الاس هي مادة سامة للانسان درجة حرارة الانسان 37 تقريبا من 36.5 إلى 37.12 لو زاد عن كده او قالت عن كده يحصل مصيبة طيب الضغط الضغط اللي الانسان يتحمله برضه ليه حدود لو زاد او قال الانسان هيبقى هيتحط في موقف صعب جدا عشان كده الناس اللي هم بيشتغلوا في الغواصات او في الطيارات يا اما ضغط مقفض يا اما ضغط مرتفع فدولة الناس لازم ان يكون عندهم قدرات معينة عشان يقدروا يستحملوا الضغط فالحاجات ديت صعبة جدا ربنا سبحانه تعالى عواض معانا الشروط دي كلها كده بالانزيمات الانزيمات ده بتعمل ايه؟ تركز معاها تركز معاها شان الجسمة دي مهمة جدا ده كده الزمن وهنا في حاجة اسمها طاقة التنشيط ايه هي طاقة التنشيط؟ هي الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي يعني الشروط اللازمة تكون موجودة عشان التفاعل يتم حل يقولك في الحالة الاولانية اللي هي بالمونة بيض ديت طاقة التنشيط عالية جدا طاقة التنشيط عالية جدا هنسميها مثلا الف اما لو احنا معانا انزيم هتلاقي طاقة التنشيط قليلة جدا ونسميها به الف في غياب الانزيم طب بالنسبة لبه في وجود الانزيم طب وكده الانزيم عمل ايه؟ الانزيم عمل كده تقليل طاقة التنشيط يبقى ديت الوظيفة بتاعت الانزيم بيقل طاقة التنشيط يعني حانaient لازم تبزل مجهود معين عشان تعمل حاجة تقولك الكا في اقل من كده بكتير これب مثال ثانى للوقت في مصلح حكومية يقول علشان تيجي ونطلع لك الورقة عشان تعمل لك التفاعل لازم نطخUST تنشيط لازم تتفع فلوس دي كده كتير او كتير او كتير او تسفع فلوس وتطلع المنابع في الدور الرابع وتنزل استاذ مجدي في الدور التاني يختم لك الورقة وممكن تلاقي ختم النصر اللي عنده استاذ مصطفى بقيني غايب النهاردة بنته بتولد او خلته بتغسل فيه حاجة يعني حاجة غريبة في البيت فتقريبا غايبه ختم النصر ضايا فهتجي لنا الاسبوع الجاي نبص عليك ونشوفك تحتمل ولا ما تحتملش وتستعلم تروس كتير قوي تمام ونقعدك شوية تفتر معنا وتقوّر معنا البتنجان وتقمّع معنا البمية وتغسل معنا الندوم وممكن نبديك اللي انت عايش تخيل؟ انت ممكن بقى تختصر ده كله ليه بقى؟ لان انت مواطن عادي انما لو انت ماش مواطن عادي ومعك انزيم في وجود الانزيم معك واسطة تقول لهم ماشي مع احترامل ده كله يعني بس انا خالي كلاني لكلاني اللي ماسك مهم صد جمع جدا ايه ده بجد؟ ده انت مش محتاج حد تنزل لأستاذ مجد استنى بس حضراتك ممكن تقعد هتفع 35 جنيه بس وانا فلوس كده 35 جنيه وتفضل واشرب قهوتك واشرب شاك وتلاقي الورقة عندك قال له طب ما انا خدت الورقة زي ما الراجل ده خد الورقة عادي بس الراجل ده هتدفع فلوس كتير وخد وقت كتير عشان التفاعل يتم انا خدت نفس الورقة بفلوس قليلة طاقة تنشيط قليلة وخدت وقتها قل يبقى اذا خدت وقتها قل وبفلوس قليلة ركز كده فلوس قليلة يعني اقل في طاقة التنشيط اقل في الشروط اللازمة لبدء التفاعل واسرع في الوقت اذا الانزيمات ما هي الا مواد بروتينية وظيفتها وظيفة الانزيمات بقى زيادة سرعة التفاعل وتقليل طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل بس خلي بالك خلي بالك الورقة اللي الراجل ده خدها هي نفس الورقة دي يعني الا زائد البي لو انت سبتهم باي شروط من غير اي شروط هيدو سي زائد دي نفس النواتج بس هياخد تلات تيان وهياخدو منك شروط كتير اوي تمام انما لو حطيت انزيم برضو هيدو سي زائد دي انا مغيرتش والله برضو هيدو سي زائد دي ولكن في وقتها اقل وبالشروط اقل تمام يبركز كده فزيد سرعة التفاعل تقلل طاقة التنشيط دون دون ان تؤثر على طبيعة النواتج ودون ان تتأثر بالتفاعل يعني ايه طب انا فهمت دي ان ايه زائد بي هيدو سي زائد دي هي اياه بس بدل ما كانت تاخد ثلاث يام هتاخد يوم واحد بدل ما كانت هنسفع فلوس كتير وتاخد طنشيط كتير هنسفع تاخد طنشيط قليلة فهم وما بتأثرش عليهم دون ان تؤثر طب يعني ايه دون ان تتأثر يعني العامل الحفاظ بيخرج منها صاغ سليم يعني ايه بيخرجونها صاغ سليم يعني انت خيال كده واحد داخل ببدلة خناقة عما يدرب مش عرف في الاخر يطلع بالبدلة يعمل كده بس زي الفلو ده الانزيم بالضبط حطيته في صورة سائلة هيطلع في صورة سائلة حطيته في صورة صلبة هيطلع في صورة صلبة حطيت كيلو انزيم هيطلع كيلو انزيم نص كيلو هطلع نص كيلو دون ان يؤثر ودون ان يستهلك نفس الفكرة يعني هما كيلو هاليضا الكيلو دون ان يستهلك يعني ان الاخر دوت قلتلك بقى بيدخل يوفرمهم في بعض يخلهم الدنيا كلها تغبط في بعضها وهو يطلع صاغ سليم ما تقصرش باي حاج تمام حلو جدا والحطة بتاعتك تقطنشيط دي مهمة ركز كده عشان بس العلاقات البيانية اللي بيجيبها لك انا عارف ان الدرس دوت بالنسبة لكم بمسر رخامة شوية يجي يقول لك مثلا ارسم عراقة بيانية ما بين الزمن وتركيز المتفاعلات هنا تركيز المتفاعلات كده يا راشا لحد ما ينعدم كمان كده هو لحد ما ينزل للصفر ليه والمتفاعلات الاي وزاق بي مش انت كل شوية الاي زاق بي بيقلو ويتحولو لسي زاق دي فالمتفاعلات بتقلو والنواتج بتزيد يعني لو انا حطتنا هوة النواتج هعملها كده يبقى دية متفاعلات ودية نواتج مع مرور الزمن تقل المتفاعلات وتزداد النواتج حتى نصل الى نهاية التفاعل فتختفي المتفاعلات تماما توصل للصف وتصل النواتج الى اقصى حاجة اللي هي القمة تحولت كلها الى نواتج ماشي طيب يجي يقول لك مثلا والله يحت حلوة وجيتش في بلا دي الوقتي لو انا بقول لك تركيز اقسم علاقة ما بين الزمن وتركيز المتفاعلات في وجود الانزيم وغياب الانزيم بص كده في وجود الانزيم هتلاقي ان هي في غياب الانزيم الاول هتلاقي ان هي عاملة كده طيب في وجود الانزيم هتبدأ من نفس النقطة بس هتلاقي عاملة كده دوت في غياب الانزيم دوت في وجود الانزيم مشيح يحطين هنا الزمن بص كده دي خدت وقت طويل عشان بتحصل انما دي خدت وقت اقل طيب يلا نجسم المتفاعلات قصد النواتج هتلاقي النواتج كتصف وفي الوقت المتفاعلات لسه بدأ التفاعل مفيش نواتج اصلا فهتبدأ من عند الصف طيب مع مرور الزمن هتلاقي ان هي بتزداد بتزداد براحتها خالص طيب في وجود الانزيم هبا بص الزمن قليل في الوقت المتفاعلات فيه خلصة النواتج بصلت لأقصى انتهت انا عارف ان احنا جينا في النهاية وعملين نعلى الليبل كده وانا متأكد ان انت نص شاطرين وفهمين انا بقول اي كويس تمام طيب من خصائص الانزيم اول حاجة ان هو لا يؤثر ولا يتأثر يبقى بص كده هنقول خصائص الانزيمات اول حاجة ان هي مواد الكربوهايدراتية الابروتينية بروتينية تمام ثاني حاجة ان هي بتقلل طاقة التنشيط ثالث حاجة ان هي بتزود سرعة التفاعل رابح حاجة ان هي لا تؤثر لا تتأثر محدش يقول ايه ما هي بتأثر ايه يا ولا ما بقى لا تؤثر على طبيعة المتفاعلات والنواتج ولا تتأثر بيه انما هي طبعا بتأثر على طاقة التنشيط بتقللها وطبعا بتأثر على طاقة التفاعل وتزوده تمام ولا تستهلك طيب فيه وظيفة او خاصية مهمة جدا ان هي متخصصة ما معنى متخصصة يعني لو انت عندك مادة هدف عاملة كده هو لازم الانزيم يبقى عامل كده ولو المادة الهدف ديه في يوم الايام طلع لها اقله حتى كده لازم الانزيم يطلع له ايه نقرة كده عشان يبقى اد بعضه بالظبط تمام ده بنسميه الانزيم ودي بنسميه الصابستريت او المادة الهدف بالعربي المادة الهدف ودوت الانزيم بس هو تسعاد بيقوم جاي عامل ده بحرف ال ايه اللي هو انزيم يعني وديت اس اللي هو صابستريت صابستريت لها المادة الهدف اللي هو بيستهدفها الانزيم يعني الانزيم ده اللي عامل كده ما ينفعش يشتغل على دي دي محتاجة انزيم تاني عامل كده فتلاقي ان ده هو اللي يركب وده ما يركب سفهمت الفكرة متخصصة كل انزيم له مادة هدف واحدة ونوع واحد من التفاعلات الكيميائية طيب الحاجات اللي بتأثر على الانزيمات اربعة او خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة خمسة واحد واثنين درجة الحرارة الاس الهايدروجيني هنا تركيز المادة الهدف وهنا تركيز الانزيم وهنا حاجة اسمها وجود المثبتات طيب انا هرسم لك العلاقة بتاعتهم كلهم وبعدها نفهم ليه بصي عامل هنا العلاقة بتبقى طردية ثم تقل ثم عكسية هنا العلاقة بتبقى طردية ثم عكسية او طردية ثم عكسية وهنا السبعة فاهمهانك هنا وهنا الاثنين دولار بتبقى طردية ثم تثبت هنحط هنا دوت التركيز التركيز سواء الانزيم او المادة الهدف وهنا نشاط هنا نشاط بتاع الانزيم او سرعة التفاعل تزداد ثم تثبت طب بالنسبة لديك بتبقى عكسية يبقى ركز اثنين اثنين واحد الاثنين اولين تزداد ثم تقل الاثنين التانين تزداد ثم تثبت الاخيرة تقل عكسية تعالى ابدأ بيه الاخيرة المثبتات عكس منشطات عارف لما اقولك ده انا صاحب دوت بينشاطني بيحفزني وهو واحد تاني يقولك ده محبط ده مصبط ما تكلموش بديجي تقوله ده انا عايز اعمل كده يقعد يحبطك ويصبطك يبقى المثبتات عكس فكرة في الانزيمات اصلا فلما بقى فيه المثبتات تصبط عمل الانزيم فتقلله فكلما زاد تركيز المثبتات قال لا نشاط نحوط الانزيم حلو طيب دي فهمناها تعالى بقى لدرجة الحرارة والاست الهايدروجيني نشرحه بسرعة بالنسبة لدرجة الحرارة بص يعمل حاجة هنا هنحط درجة الحرارة على الافقي الحرارة على الافقي وعطي غلط وهنا النشاط بتاع الانزيم درجة الحرارة صفر هل الانزيم هشتغل لسه نطلعون من الفريزر لا مش هشتغل طبعا فنشاط الانزيم صفر فين اهوة صفر زودناها الخمسة لسه صفر سبعة تمانية عشر واحد اثناء خمستاشر عند خمستاشر لان الانزيم بدأ يشتغل فسجلناها قلنا بدأ الانزيم العمل عند درجة الحرارة خمستاشر سمناها درجة حرارة الدنيا هي اقل درجة حرارة يبدأ عندها الانزيم العمل وبعد كده كل من زود درجة الحرارة تلاقي ترضي 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 الانزيم بيزداد بس جفت مقطة ولا ينبي يقل فقلنا كده هو اعلى نشاط وصله اعلى نشاط كان عند درجة حرارة كامل قالك مثلا مثلا يعني خمسة وعشرين فسمناها درجة الحرارة المثلى وبعد كده بدأ يقل اللي يقل اللي يقل اللي يقل لحد ما لقناه في لحظة كده وقف خالص فقلنا وقف عند كان مثلا مثلا خمسة وثلاثين فسمناها درجة حرارة العليا وما بعدها هتقيم الشغلات من الدنيا لحد العليا من اول ما اشتغل لحد ما وقف شغل ده بنسميه المدى الحراري للانزيم يعني ايه المدى الحراري يعني ده درجة الحرارة للانزيم شغال عندها بتبدأ من كذا وتنتهي بكذا وفي الحتة اللي في النص ده مش لازم تكون في النص بالمناسبة في الحتة ده هي تلاقينا بيصل لأقصى نشاط تمام طيب كده انا فهمت يبقى فهمت اللي بيزداد ثم ما يقل بس خل بالك هنا مش شغال بس ممكن يرجع يشتغل هنا مش شغال ومش هيرجع يشتغل يعني ايه الانزيم درجة حرارته 20 زالفل شغال طب خلتها 15 14 وقف طب لو دفيته تاني وزودتها هيشتغل عادي طب لو رجعتها العشرة مش هشتغل رجعتها العشرين هيشتغل حلو درجة حرارة الانزيم 20 زالفل 25 بيرفكتو تمام مظبوط درجة حرارة مسلم 35 36 وقف 37 وقف طب رجعت تاني لتلاتين مش هشتغل كده باز ذهب بلا رجعة ركب النقق وشرخ ذهب ولم يعد تمام ليه بقى نفس الفكرة بتاعت اللحمة مش الانزيم ده بروتين اللحمة لما تحطها في الفريزر ينفع تكلها ويا لسه طالع من الفريزر لا بس لو سبتها وسوتها هتبقى زالفل طب لو سبتها لحد ما عفنك في الحر ينفع ترجع تاني لا دي نفس الفكرة اذا زادت درجة الحرارة باز الانزيم ومش هيرجع تاني انما لو قالت درجة الحرارة يرجع تاني واشتغل عادي هقولك سؤال ويلا حلوه في الكومنتات بص يعمل حاجة في انزيم بادئ الشغل بتاقى عامل كده هنسميه الانزيم الف تمام وفي انزيم تاني عامل كده وهنسميه الانزيم بادئ وهنحط هنا درجة الحرارة وهنا النشاط انا هحطه دلوقتي اسئلة وانت تقول لي الاجابات الف باق جي مفيش جي الف او باق كده يعني اولا الاثنين كده يعني في الاختيارات وحطهم بالترتيب وهنزل اشوفه في الكومنتات على فكرة كان في سؤال لو انت جاوبته انزل بقى اكتب كومنت تاني وجاوب السؤال دوت انا عايز مين فيهم الاعلى في نقاط رقم واحد المدى الحراري مين فيهم المدى الحراري التي او اكتر انت هتقول لي رقم واحد كزه او تكتب الانزيم الارقام على طول اتنين مين فيهم الاعلى في درجة الحرارة الدنيا مين فيهم الاعلى في Lakta الحرارة المسلى من فيهم الاعلى في النشاط وان شاء الله يا رب فكر وحلها معاكو في بداية الفيديو اللي جاي او او هقلت لكم الحل في الكومنتات يعني تمام جدا 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 طيب بالنسبة بقى للبي اتش بص يعمل حاجة في انزيمات بتشتغل في بي اتش اقل من السبع له حمضي وفي انزيمات التشتغل في بي اتش اكتر من السبع الخلوي او قاعدي. وهي الكلام دوت? لا انت معبدل على الكيمياء. انت عارف يعني ايه كيمياء? وعارف يعني ايه بي اتش بي اتش دوت اللي هو الحموضة والقعادية اللي بنقسها من سبعة من صفر لحظ 14 تمام تحت كده بنسميه حمضي فوق كده بنسميه قلوة او قاعدي وكل ما نبعد عن السبعة تزداد الحموضة او تزداد القاعدية حلو في جسم في اسم الإنسان في انزيمات موجودة في المعدة المعدة بيبقى فيها حمضي فتلاقي الانزيمات اللي موجودة هنا بتشتغل اعلى نشاط لها عن باثنين او ثلاثة من واحد ونص لتنين ونص يعني خليها هنا اتنين تمام وفي انزيمات بتشتغل في الامعاء بيبقى البي اتش بتاعها قلوي فاعلى نشاط لها عن تمانية تسعة هنا تمانية الانزيم اللي موجود في المعدة اسمه بيبسين وبشتغل في وسط حمضي والانزيم اللي موجود في الامعاء اسمه تريبسين بيفرز من البنكرياز بالمناسبة بس البنكرياز بيصبه في الامعاء يعني وبشتغل في وسط قاعدي تمام طيب تعال بقى اشرح لك بطرق احسن بصي اعمل حاجة ده كده الجهاز الهضلي الفم البلعوم المريء المعدة الامعاء طيب احنا عندنا ثلاث محطات المحطة رقم واحد هو الفم والمحطة رقم اثنين هي المعدة والمحطة رقم ثلاثة هي الامعاء بالنسبة للفم فاللي بيحصل فيه بيبقى في انزيم اسمه اميليز الاميليز ده بيعمل ايه بيحول النشا الى مالتوز من سكر معقد لسكر بسيط من سكر معقد الى سكر ثنائي بسيط طيب الانزيم اللي موجود فيه المعدة اسمه بيبسين وبيحضم البروتينات بيحول البروتينات الى سلاسل عديدات بالطايد يعني شوية بدل ما هو مثلا سلسلة عبارة عن 500 حمضة اميني هيقسمها مثلا 500 فهمي سلاسل طيب هنا تيربسين التيربسين بيعمل نفس الكلام بروتينات الى سلاسل عديدات بالطايد دوت بيشتغل في بي اتش سبعة واربعة من عشرة دوت بيشتغل في بي اتش من واحد ونص الى اثنين ونص التيربسين من سبعة ونص الى تمانية تمام يبقى دية التلت اماكن التلت انزيمات كل واحد بيعمل ايه كل واحد بيشتغل في بي اتش عامل ازاي طيب مين في دول ما احنا قلناها بقى ده البيبسين في المعدة وده ايه التيربسين في الامعاء طب لو انا بقول لك واحد منهم عبارة عن الاميلاز الاميلاز الموجود في الفام يبقى بيشتغل في وسط واعدي فوق السبعة المفروض بقى يبقى عن سبعة واربعة من عشرة يعني تمام طيب انا عايز انبهت لحاجة لازة جدا يعني مش النشا احنا قلنا ان هي سكر معقد يعني لا يذوب يعني مضاقه مش حلو مش مسكر تمام طب لو انت سيبته في الفم شوية وقعدت تخلطه باللعاب لمدة دي ثانة وثلاثة لقمة العش يعني مش لقمة العش بتلاقيه ان هي بدأت يبقى طعمها مسكر ليه بقى لان الاميلاز اللي موجود في الفم بيحول النشا من سكر معقد الى ملتوز سكر بسيط من انه لا يذوب الى انه بيذوب من ان مضاقه مش حلو الى ان مضاقه حلو فتبدأ تحس الطعم الملتوز المسكر السلام لما تبقى دارس ومركز وفاهم بالمناسبة بعض مساحيين الغسيل بيقولك ايه بيبقى حطين عليها درجة حرارة كده يقولك المسحوق دوت لازم ان تحطي مية درجة حرارتها كذا ليه لان دي درجة الحرارة مثلة للانزيمات اللي موجودة في المسحوق بتاع الغسيل فيشتغل باقصى نشاط عنده فيجيب احسن نتيجة ومضافة ريحة توخير والحاجات ديات كلها ماشي ماشي كده احنا نقصلونا حاجة واحدة بس افاهمك ليه في تركيز الانزيم وتركيز المادة هدف كنا بنقول ان هو بيزيد ثم يثبت بص يعمل حاجة انا دلوقتي هحط اناء وهحط فيه ثلاث انزيمات او ثلاث مواد هدف ديت مادة هدف وديت مادة هدف وديت مادة هدف خليهم خمسة يععمل خمسة تمام؟ وعندي انزيمات هنخلي انزيمات مثلا باللون الاخضر تمام؟ ونخلي انزيم بشكل عامل كده تمام؟ يعني خليه بالشكل الغط وخلاص ببساطة يعني دلوقتي فيه تفاعل هيحصل؟ لا التفاعل صفر مش شغل اصلا ليه لانا ما فيش انزيمات او بطيق قوي هحط ايه هحط انزيم بص كده ده هنا هنحط تركيز الانزيم وهنحط هنا النشاط كان النشاط لما انا ما حطتش اي انزيم كان النشاط صفر لما حط انزيم والتالي والتالي والرابر والخامس السادس السابع الثامن التاسع ونشوف ايلا هيحصل لما انا حطيت انزيم لقيت الانزيم ده اشتغل على دي فبدأ التفاعل يشتغل بس دول لسه طب لما احطت واحد كمان الله عليك ده هيروح يمسك في التانية فالتفاعل هزداد اكتر التالت هشتغل في التالتة الرابع هشتغل في الرابع الخامس كل محط التالت الرابع الخامس طب بص بقى لو انا حطيت السادس طب السابع هيعمل حاجة هو لا امد هدف اصلا يشتغل عليها يبقى بص كده يجي يقول لك علل السادس زي السابع زي الثامن التاسع او يقول لك علل ثبات النشاط او يسمي هنا من الف لبهل جيم يقول لك علل المنطقة من بهل جيم تتميز بالثبات تقول له كده او بسبب استهلاك المادة الهدف المادة الهدف استهليكت فانت عملت حط انزيمات مدهاش لازمة كان انا جبت مثلا ثلاث اقلم صبورة والصبورة فاضية تمام وقلت له يا جماعة صبورة جدا قلت لكوا بص انا حاجزين نملاها ففيه جبت طالب مسك قلم وبدأ يكتب فبيكتب بس برحته واحد بس وامت جاي جاي بطالب تاني مسك القلم التاني وبيكتب فالفعل بدأ يزيد والصبورة بدأت تتنيني في سرعة التالت مسك القلم التالب طب لو جبت طالب رابع فهو اصلا كانوا ثلاث اقلم ولا اللازمة فدلوقتي بص ما كانش في حد خالص صفر الطالب جه زاد التاني التالب الرابع الخامس السادس السابع الثامن عشر عشر ومية ولا لهم اي لازمة لان ما فيش اقلم يكتبوا بها اصلا فهمت الفكرة ونفس الفكرة العكس بالعكس يعني برضو لو احنا بدقين بالانزيمات يعني هنحط هنا الانزيمات تمام وقلت لك بقى يلا نحط مادة هدف طب انت لما تحط الاولى هيزداد لما تحط التانية يزداد اكتر الثالثة الرابعة الخامسة يزداد 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 طب الستة السابعة الثامنة هتلاقي بيزبطه اقول لك اعلل اقول له بسبب استهلاك الانزيمات اتمنى تكونوا فهمتوا الحتة دي الحتة ديت الناس كتير جدا منكم كانوا بقولوا اشرح الانزيمات عشان حتة ديت بس فاتمنى تكونوا فهمتوها بطلب بسيطة جدا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدان الله ربنا افاقكم يا شباب انا دايما بحبكم والله وشايف ان انتم شباب زي الكل يعني وهقول لكم حاجة ان انا شايفكم يعني مصدر ان انا اخد به حسنات وان ادخل به لجنة وكمان الفيديوهات ديات زي ما قلت لكم اي حاجة بتنزل على قناة اليوتيوب مجانا فهي صدقة جارية عن امي وجدي فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمهما كما ربياني الصغيرة سبحانه وتعالى ان نجتمع انا وانتم في الدنيا على الخير ودايما يعني لو انا بقول حاجة كويسة انشروها للناس لعل يكون دوت في ميزانكم ان شاء الله لو انا بقول حاجة غضط بالله عليكم قوموني وانصحوني محدش يتريأ محدش يقولي حاجة ممكن تخليني اعانم لان انا انسان ضعيف برضو بحاول والله ان انا اتعلم منكم وبالفعل ده بيحصل لو حد اعلق على اي حاجة بحاول ان انا اعبل منها ولكن انا انسان ضعيف فما حدش يهاجم حاولوا ان انتو تنصحوني بالحسنة وصدقوني هتلاقوا شخص قابل من النصيحة وشخص بيحبكم شخص دايما بيفكر ازاي يقدم لكم اي حاجة حلوة حتى لو هاجع على حساب راحته ربنا وفاقكو شباب سبحانك اللهم بحمدك اشتاد الله يله لانت استغفرق واتوب اليك العصر ان الانسان في خسر الا الذين اعانوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحقي وتواصلوا الصب بحبكم في الله ما تنسوه دايما 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 صلوا على رسول الله سعوه عليكم اشتركوا في القناة